موسيقى ده مش مجرد رمضان جانا يا حضراتنا احنا تمان عدنا بقرب تلتو كل سنة وكل حضراتكم طيبين بمسي على كل حضراتكم السيدات والسادة جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان في العالم مشاهدي خلاة الاهلي في كل مكان في العالم برحب كل حضراتكم في بداية ليلى جديدة من ليالي الاهلي في رمضان الشهر العظيم الكريم الفضيل اللي كلنا بنستناه بمنتهى الاشتياق من السنة للسنة بس الاهم من اننا نستناه الاهم من كده بكتير كمان ان احنا نستغل كل لحظة فيه بكل اجواء والروحانية الجميلة اللي بنعيشها وكلنا بنفرح بيها وبتاخدنا كلنا في حتة تانية خارس كل سنة وكل حضراتكم في احسن صحة وحال سعيد بوجودي النهاردة مع كل حضراتكم وسعيد كمان بوجودي مع الجميلة بريم سميح ما تقابلناش من اول رمضان فرصة عايد عليها كل سنة طيبة يا بريم كل سنة طيب يا كريم والله مبسوطة قوي افتقدتك من عشرة صبح في الاهل الحقيقة افتقدتك كتير ربنا يا خلي كل سنة وانت بقى الف خير ويا رب دايما يبقى شهر كريم علينا كلنا واخبار رمضان ايه معك كويس؟ والله يبصي ما خبيش عليك انت مش قريبة حلويات مش هكات لا انت زي ما انت شايفها انا بتاع حلويات ولا شويات وانا في حاجة ما ما حصل المشكلة مش في كده الحاجة اللي بتشكل ظاهرة تكاد تكون كونية هي ان الواحد قبل الفطار متبلد وامتنح ومش قادر يمفوش طاقة يعمل حاجة طب نفس الاحساس ده هو هو بحزافير وبعد الفطار كمان ازاي؟ وقبل الصحور هو اليوم كله طب فاضل ايه من الشهر؟ اليوم كله بحبت ده صعب يعني فكرة الواحد يبقاعد فعلا ما تفهميش بقى بس ده جزء بعضه من حلوة اعرفك الحقيقة بس هو الحقيقة ان رمضان فعلا اوحش حاجة فيه ان هو بيعدي بسرعة دايما انا افضل اقول كده طبعا لان هو اجواءه كلها الحقيقة بتبقى كلها خير وبركة وبيبقى شهر الحقيقة فيه سعادة وفيه تجمعات كمان يا تاريم الناس كلها بتشوف بعض الاهالي كلها بتشوف بعض فرصة ان الصحاب بيتجمعوا من السنة للسنة ففعلا اوحش حاجة في رمضان ان هو حقيقة بيجري بسرعة جدا ولكن الحقيقة احنا دايما متجمعين مع الاهلي طبعا ودايما الاهلي مفرحنا في الاهلي في رمضان الحقيقة النهاردة عندنا في الحالة حاجات كتيرة جدا هنتكلم فيها وهنكون مع حضراتكم في سهرة رمضانية رياضية زي ما تعودنا بقى في الاهلي في رمضان هنتعرف من خلالها على كل اخبار نادينا العظيم طبعا النادي الاهلي وكمان كل ما يدور على السحة الرياضية في مصر واكيد اخبار منتخبنا الوطني الحقيقة يعني مع بداية هذه الحلقة يا كريم كانت الانطلاقة الاولى لمباراة مصر ونيوزيلندا على استاد مصر بالعاصمة الادارية الجديدة ده طبعا هنتكلم فيها اكيد يا كريم باستفادة كبيرة جدا لان حاجة فخر لنا طبعا كلنا كمصريين واكيد بقى هنتابع معاكم كمان نتيجة المصر في حالة اشادة وسع جدا جدا محكيش لحضراتكم كل الناس قد ايه سعيدة وفخورة فعلا بهذا الصرح وهذا الانجاز استاد محترم بكل ما تحمله الكلمة من معنى يليق تماما باسم مصر وبرضو يعني نقدر نقول ايه خطوة جديدة في خطوات كلنا شاهدين عليها الفترة الاخيرة ان فيه طفرة رياضية فيما يتعلق بالبنية التحتية الرياضية في مصر بشكل خاص يعني فطبعا حاجة جميلة جدا وقبل ما ندخل مع حضراتكم بقى في اجواء النادي الاهلي تعالوا نتكلم شوية عن اجواء الفرحة اللي بيعيشها النادي الاهلي سواء في مقره الرئيسي في الجزيرة او في كل الفروع رمضان موجود هناك وحاضر بمنطقة قوة كل اجواء الروحانية لحضراتكم متخيلينها موجودة هناك طبعا كل ابناء الاعضاء في حالة فرحة دائمة نهارا وليلا في كل يعني فروع النادي الاهلي كل يوم في النادي الاهلي ومقراته الكاملة الحقيقة فيه اجواء لطيفة جدا جدا وطول عمر الاجواء دي تقوم موجودة في النادي الاهلي في رمضان وبطبيعة الحال الفنوس فنوس رمضان بينور الدنيا في كل الفروع المختلفة للنادي الاهلي طبعا إلى جانب بقية عناصر الزينة الرمضانية اللي كلنا بنشوفها وبنسعب بيها حتى في شوارعنا ولا سيما المناطق الشعبية منها بصفة خاصة دايما بنقول ان الروح الرمضانية بتكون حضرة بقوة في المناطق دي لا حضرة قوة كمان في كل فروع النادي الاهلي نهاية فعلا يا كريم انا مش عارف انت بقى لك قد ما روحتش النادي بس فعلا اي حد بيروح النادي دلوقتي وكمان انشطة اللجان المختلفة طبعا سواء لجنة الطفل لجنة الشباب لجنة المرأة كلهم بينظموا الحقيقة فعليات لها علاقة بشهر رمضان الكريم دورات رمضانية سواء في كرة القدم او البادل تانس ده من نسبة لجنة الشباب كمان يعني لجنة المرأة بتعمل ندوات دينية وتسقفية لها علاقة بكل ما يخص شهر رمضان الكريم فالحقيقة ان النادي الاهلي جزء لا يتجزق من الدولة المصرية ومن الشعب المصري فعلشان كده دايما في اي مقر من مقرات النادي سواء المقر الرئيسي بالجزيرة او القفرع التلاتة كمان مدية نصر الشيخ زي التجمع الخامس كلها بتضم الحياة عناصر من اللجان بتنظم فعاليات كتيرة جدا ليها علاقة بالشهر الكريم وعلشان كده بقى خلينا دلوقتي نروح نشوف ورشة عمل الاطفال نظمتها لجنة الطفل بالنادي الاهلي تحت اشراف اللجنة العلي للجان وبالتعاون مع الادارة التنفيذية للنادي الاهلي خلينا نروح نتابع التقرير ده سريعا ونرجع تاني مع بعض النهاردة احنا بنعمل ايفنت الوارشة رمضان احنا حقيقة بنعملها كل سنة بنعلم اطفالنا ازاي يعملوا فنوس او يعملوا زينة رمضان باشكال مختلفة الحقيقة احنا بنعمل ده كل سنة في لجنة الطفل في الفروع اللي كنا الاول في الفروع التلاتة وان شاء الله السنة دي هيبقى في فرار التجمع كوارشة ربعة عملنا مبارح في مدينة نصر والنهاردة في الجزيرة الخميس الجاي ان شاء الله في الشيخ زايد والجمعة الجاية هيبقى عندنا ان شاء الله في القاهرة الجديدة او في التجمع اليوم كله بتتضمن عبارة عن احنا بنعمل ورشة رمضان سواء زينة او فنوس بالفوم او بالخشب او بالورق او كده بنعلم الاطفال ازاي يعملوا بالريسايكلينج التقارات موجودة هم موجودين في البيت بعد كده احنا عندنا جو رمضاني كبير احنا بنعمل فوتو سيشن الاطفال بتتصوروا في جو رمضاني من خلال الخيمة الرمضانية من خلال المنقدة الفول الحاجات اللي احنا بنعملها في رمضان اللي هي في الكلور الشعبي اللي احنا دايما بنستعين به في رمضان النشاط النهارده عبارة عن السوق الرمضاني وبنعرف الولاد ايه هي المظاهر اللي احتفال برمضان في مصر وكمان بيعملوا نشاط يعني بيعملوا فنوس بيعملوا الكرافت بتاعهم عشان بيحسوا بالبهجة بتاعة رمضان حاجة كمان احنا عملناها النهارده زيادة لان عيد الام فاحنا حبينا كده نقول لماما كورسان طيبة فالفنوس بيقول ان رمضان احلى مع ماما ايفنت هو ميرجنج يعني عشان شهر رمضان وعشان يوم الام فاحنا عملنا ديكور خشب مكتوب عليه رمضان احلى مع ماما فبحيس ان الماما تبقى مستفيدة من الارت اللي الولادها يعملوه ويبقوا مبسوطين ويقدموا لماميتهم بمناسبة عيد الام وفي نفس الوقت يبقوا ايفنت لطيف الام واولادها في رمضان اليوم الرمضاني السوق الرمضاني كأطايف وكنافة بنمثل كل السوق الرمضاني للاطفال وبنقسط لهم الجو الرمضاني عمتا بس بنعاقشهم في جو جميل كده بجواء رمضاني اللي اقم بسوطين جدا حقيقي يعني وانا ببسط من فرحتهم من ما بعمل لهم الجو ده النهاردة عملنا في فانوس والعمل في بتاعة الكركدي والقطايف والبتاعة الفول وجربنا بتاعة التامر وجربنا بتاعة القطايف وجربنا بتاعة الفول النهاردة عملنا فانوس وكمان اكلنا الفرخة وكنا وقافينا على عربية الفول وكمان طلق وكنا بنلعب بعربية كان يوم حلو قوي كنت مش عارفة ركب في فانوس بس ركبت وقالعافي يعني وكمان كنت بجيب فول وبيض وعيش وكمان اتبسطت قوي النهاردة عملنا فانوس بعد كده جينا هنا عملنا حاجات وانا ببسطت جدا وعملنا هنا حاجات بانا فول وقعدنا هنا وعملنا حاجات كتير قوي جدا مبسوطة قوي وكان يوم تحفى وقفت على عربية الفول وقعدت عمل فول وبيض وعيش وطعمية وبصل وكده وكان تحفى بجد وكان يوم جميل قوي مش كنا لسه بقول لحضراتكم من شوية انا ومريم ان فعلا كل تفاصيل المود الرمضاني الجميل موجودة ومتحققة 100% في كل الفروع المختلفة للنادي الاهلي كل الاعضاء في حالة سعادة رمضانية ملحوظة ولا سيامة الاطفال والحقيقة كلمة حق لازم تتقال ودي مش المرة الاولى اللي منقول فيها هذا الكلام الحقيقة دايما اللجنة العليا للجان بكل او بكافة لجانها دايما عمين شغل رائعة في رمضان وغير رمضان صح والحقيقة بركو انت كمان شاهد على دقات فاهمين انت ممتوجدة بحقيقة طبعا وكمان يا كريم خلينا اقول لك ان التقرير اللي احنا شفناه ده الخاص بلجنة الطفل والفكرة ان هم يتعودوا على العادات والتقاليد قدرة الفول والمسحرات والحاجات دي يمكن كان فيه فترة كده يعني خلينا نقول يا كريم وقت مننا بالنسبة الاجيال الجديدة بسبب التكنولوجي ما منبقاش نشوفهم ان هم مندمجين في فكرة الاجواء دي مهمة قوي ان الاجيال تتوارث كل العادات المصرية القديمة اللي احنا تربين عليها خاصة الشهر رمضان دي حاجة مهمة جدا جدا وان دايما لجنة الطفل بنشوفها بتعلم الاطفال كولومبي يعملوا فعاليات مختلفة تعلم الطفل ازاي فعلا ان هو يكون جزء من المجتمع ما يبقاش منفصل عنه زي ما احنا شوفنا خلال الفترات الماضية او السنوات الماضية كان كل نهماكه بس في التكنولوجي وفي الايباد وفي الكمبيوتر ولكن الحقيقة فكرة ان هو يعرف العادات المصرية القديمة زي ما بنقول كده الادرة والمسحراتي وكل حاجة ليه علاقة برمضان دي حاجة مهمة جدا الحقيقة بلوتة جميلة ظهرت في جزء الاخير من التقرير بتقول كان يوم تحفى واكيد دي مشاعر كل الاطفال اللي شاركوا في الحدث ده زي ما انتي بتقولي فعلا يا مريم حاجة جميلة جدا ان فعلا فيه اهتمام ملحوظ من كل اللجان الموجودة في النادي الاهلي بكل الاعضاء في كل الفئات العمرية الحقيقة بس فيما يتعلق بالطفل بصفة خاصة لا الحقيقة عاملين شغل اكتر من الممتاز ودائما الفعاليات ودائما النشاطات اللي بينظموها بتكون في منتهى الافادة دي حاجة كويسة اولينا ولولادنا واكيد بتسعد الاهالي بطبيعة الحال تعالوا نرجع لي الحدث المهم اللي كانت مريم بتكلم عنه من شوية وطبعا حدث في منتهى الاهمية في رأي وفي رؤية كل المصريين وكل المصريين بيتابعوه يعني النهاردة طبعا بمنتهى الاهتمام وهو طبعا اول مباراة لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب الوطني حسام حسن اللي تولى المهمة عاقب خروج طبعا منتخب مصر من بطولة افريقيا من الدور التاني وبالتالي رحيل البرتغالي فيتوريا النهاردة منتخب مصر ان شاء الله بيواجه بالفعل منتخب نيوزيلندا في تجربة ودية مهمة جدا وقوية جدا في بداية مشوار كاس عاصمة مصر اللي بتنظمها طبعا الشركة المتحدة للرياضة واللي الحقيقة برضو كلمة حق لازم تتقال كل اشاد وكل اجمع وكل بيؤكد على ان حقيقة الشركة وفرت كل حاجة منتخبها يعني منتخب مصر محتاجها وكمان كافة المتخبات المشاركة فيها دي البطولة عشان تخرج البطولة في نهاية المشوار بشكل رائع يليق باسم مصر ويليق كمان بالنهضة اللي بنعيشها كلنا في مصر على كافة الأصعادة في الفترة الأخيرة حدث مهم جدا الحقيقة حياة كريم فعلا زي ما انت بتقول النهاردة زي ما هو حدث مهم لازم النهاردة ان احنا زي ما بنقول كده نقطة من أول السطر بنبدأ عهد جديد الحقيقة كل الدعم فيه لمنتخب مصر والقادة الفنية الجديدة يعني حياة خاليا نقول بقى ان احنا نرمي كل المشكلات اللي حصلت خلال الفترات الماضية وراء ظهرنا علشان نبتدي ان احنا نبني منتخب جديد وقوي وقادر على العودة لمنصات التتويج من جديد الحقيقة احنا عايشنا فترات صعبة جدا خلال السنوات الماضية يمكن الجمهور المصري كان متعطش لتحقيق طموحات وتحقيق بطولات جديدة تحديدا الجماهير خاصة في ظل الدعم الجماهير الكبير اللي بيلقى الجهاز الفني طبعا الجديد بقادة التوأم حسام حسن وبرهيم حسن اعتقد ان الدعم ده هيكون اكبر حافز اليوم في مهمتهم الجديدة خاصة يا كريم ان يمكن شوفنا الجماهير المصرية قادت تطالب مرارا وتكرارا بفكرة وجود مدرب مصري وطني والحقيقة ان كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن او التوأم كان الحقيقة كل الناس كانت بتتكلم لا يا جماعة احنا محتاجين التوأم في المهمة الجديدة لمنتخب مصر حقيقة خلينا نقول ده يمكن دعم وحافز كبير جدا للقيادة الفنية او يعني يمكن كمان لمنتخب مصر ولكن خلينا برضو نقول للجماهير المصرية ما تبقوش مستعجلين نهاردة اكيد اول اختبار فعلا للقيادة الفنية الجديدة لمنتخب مصر ولكن حقيقة لسه التجربة ما ينفعش ان احنا نحكم عليها دلوقتي لسه قدامنا كتير ولسه قدامنا شغل كتير بطولة ودية اي نعم طبعا دولية ويشارك فيها منتخبات مهمة جدا ولكن الحكم على هذه التجربة لا محتاجين ان احنا ندي للقيادة الفنية والجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بعض من الوقت علشان يقدر ان هو يسبت نفسه ويارد كمان اللي يستجيبه للنداء دولي والدعوة اللي انت بتطرحيها دي يا مريم حتى الفئة اللي هي ما بيعجبهش العجب الناس اللي دائما بتتصابق في اصدار الاحكام قبل ما يبقى حتى شايفة كل المعطيات قدامها والحافظ الجماهيري ما فيش شك انه طبعا مطلوب على الفكرة ده لازم يتعامل كمان من وزع وطني بحت لان احنا في نهاية المطاف مش بنتكلم على نادي مش بنتكلم على فريق احنا بنتكلم على منتخب مصر فحتى فئة الناس اللي عندها تحفظات كان او اللي بينت ان عندها شيء من التحفظات مع بدء الاعلان عن وجود التوأم كقيادة فنية المنتخب مصر اعتقد ان هو من وزع وطني بحت لازم هم كمان يدعمه زي ما كلنا لازم ندعم طبعا كابتن حسام حسن الفترة اللي جاي ان شاء الله حبا فيه منتخبنا قبل ما يكون حبا فيه هو بامكانياته بقدراته بتاريخه بالتفاؤل والعشم اللي موجودة عند الناس كتير قوي وعلى فكرة انا من الناس دي اللي شايفة ان تفصيلة الروح لوحدها اللي موجودة عند كابتن حسام حسن هتعمل شغل كبير جدا الفترة جاية مريم ولا سيهمة واعتقد انت كمان شاهدة على العصر واحضرتي فترات طويلة كنا سيبت بقى من الفنيات وسيبت من نتائج المواتشات اللي اللي لعيبها منتخبنا ايه لاخيره احنا كنا بندور وبندعبس على الروح الله هي الروح فين فاعتقد ان ما ينفعش يتقال الروح فين الفترة اللي جاية تحت او في ظل قيادة كابتن حسام حسن لان دي من اكتر حاجات اللي بتميزه هو الشخص هو الحقيقة واحد فرصة ودعم كبير جدا من الجماهير ده هيشوفه وهيبقه في ظهره على عكس اي جهاز فني طبعا الجماهير المصرية كانت يعني خلف اي جهاز فني وورا اي جهاز فني لان ده منتخب مصر في الاول وفي الاخر ومنتخب مصر زي ما احنا منقول مصلحته فوق الجميع واحنا دايما كنادي اهلي ومنظومة نادي اهلي وشاش قناة نادي الاهلي دايما فأي مهمة رسمية لمنتخب مصر دايما منقول منتخب مصر فوق الجميع ولكن الحقيقة ان الروح اللي موجودة دي زي ما انت بتقول يا كريم فكرة القيادة الفنية الجديدة لازم تستغل الدعم اللي موجود من الجماهير ده لانه مختلف عن دعم اي جهاز فني كان موجود قبل كده فلازم يستغلوا النقطة دي بشكل كبير جدا لان الجمهور شيء اساسي ونأمل ان النهاردة تكون نقطة بداية كريم في عودة الجماهير تاني لتشجيع منتخب مصر الحقيقة في الاستداد احنا مش عايزين اكتر من كده الحقيقة واتمنى انه فعلا نتحقق وابتداء من النهاردة وتاني انا بأكد على الكلمة او على النقطة اللي قالتها مريم لحضراتكم وهي نقطة في منتقى الاهمية فعلا ما نسبقش الاحداث يعني عشان في ناس برضو ايه حتلاقيها برضو عارفة الناس اللي تستطروا على العكرة ولا مين بيش بيعجبها العجب ممكن اي صغرة من وجهة نظرهم يعلقوا عليها شماعة بقى ويبتدوا يتكلموا حاجات زي كده ده مش مطلوب مننا احنا دلوقتي مطلوب مننا كجماهير مصرية ان احنا ندعم الجهاز الفني الجديد وندعم طبعا كل اللعيبة اللي موجودين عندنا فيه طبعا منتخبنا الفترة دي ان شاء الله وعلى ذكر الجمهور كنا برضو عايزين نقف شوية عند تفصيلة الجمهور وان الجمهور الى اي درجة فعلا حضوره بيفرق كتير وكلنا احضرنا لحظات كان الجمهور هو اللي ليه قول الفصل وهو اللي ليه اليد العليا في تحويل مصار المباراة او في تحويل النتيجة من خسارة الى فوز وفوز عريض كمان الجمهور لما بيزأر في المدرجات الحكاية دي بيبقالها نعكسات حضراتكم قادرة مني بيها بكتير وكتير جدا من حضراتكم بيكون جزء اللي يتجزأ من هذا الجمهور الناس اللي بتحضر دايما يعني الماتشات في الاستادات وعارفة كويس قوي الجمهور وقعه الى اي درجة بيكون في المدرجة الأهمية ماتش النهاردة المتفوت حيكون موجود فيه 30 ألف مزبوط 30 ألف متفرد صح كده يعني اتمنى ان شاء الله تكون دي نقطة بداية وان الفترة اللي جاية نشهد زيادة ملحوظة اكتر واكتر في نسبة حضور الجماهيري ولا سيما الماتشات المتعلقة بمنتخبنا ان شاء الله دي حقيقة طبعا يا كريم لان الجماهير زي ما انت قلت وزي ما احنا دايما بنقول وبنناشد ان الجماهير يا جماعة ده عصب اللعبة عصب الرياضة يعني زي ما احنا بنقول كده هو جزء الى تجزأ من اللي بيحصل داخل أرض الملعب هو الوقود اللي بيحرك اللعبين بيخليهم الحقيقة يكون عندهم حافز ويقدموا كل اللي عندهم ويبقى فيه إبداع في أرض الملعب احنا بنشوف التشجيع قد ايه بيغير مصار مطشاط كتير جدا ده شفناه في مباريات كتيرة وكبيرة ورسمية مش ممكن ولا طبيعي ان كل دوريات من حوالينا بعد أزمة طبعا كوفيد او كورونا اللي ضربت العالم كله وبما فيهم اكيد مصر رجعت فيه كل الجماهير كامل العدد احنا شفنا كل الاستادات المختلفة في كل الدول المختلفة سواء دول عربية او دول اوروبية شفنا عودة للجماهير بكامل طاقتها احنا محتاجين ان احنا نشوف المشهد ده يرجع تاني احنا ما كانش فيه زي الجماهير المصرية احنا دايما الجمهور المصري مختلف بتشجيعه بدعمه للفريق منتخب مصر شاف وشهد عصور كبيرة جدا وعصور الحقيقة زي ما احنا بنقول كده كان المنتخب كان منور فيها ده كان بسبب الجمهور والجمهور كان جزء لايه تجزأ من العصر ده عصر دهبي زي ما احنا شفنا 2006-2008-2010 شفنا قد ايه الجماهير كانت موجودة في الاستادات وفي الشوارع كمان بتشجع فمحتاجين ان النهاردة تبقى انطلاقة لعودة الجماهير مرة تانية وبعد كده بقى يعني نشوف الجماهير في كل المحافل الحياة الرسمية الخاصة بمنتخب مصر وايضا بالاندية اللي هما بيشجعوها الحياة ده فيما يتعلق بالجماهير نرجع بقى نقف شوية عند الاستادات لان كلمة استادات انت ذكرت كتير في الجزء ده من الحلقة دي صورة جميلة جدا وشفنا قبلها صورة كمان طبعا لازم هنا مرة تانية نقف ونحيي ونشيد بهذا الانجاز الكبير المخترم الضخم اللي اتحقق استاد مصر في العاصمة الادرية الجديدة يعني يدعو للفخر لكل المصريين احنا عندنا القدرة ان احنا نعمل شغل عالمي على كل المستويات والأصعيدة لما بنحب الحمد لله ان احنا حبينا في الفترة الأخيرة والمحبة دي الترجمة بقى بشكل عملي ملموس الحقيقة ومش بس ملموس ده ملموس ومصحوب دايما بالإشادة انجاز كبير جدا جدا من الحقيقة كل القائمين عليه الحقيقة تعالوا بقى نروح ليه اخبار نادينا النادي الاهلي اللي من المقرر انه طبعا يرجع لتدريباته بكرا ان شاء الله استعدادا واستعدادا قويا بإذن الرحمن لمباراة الفريق المرتقبة والمهمة جدا قدام سنبا التنزاني يوم الجمعة جاية ان شاء الله يوم 29 مارس على مرعب فريق سنبا في تنزانيا من المنتظر ان يشارك فيه هذا المران غدا ان شاء الله كل العناصر اكيد باستثناء طبعا العناصر الدولية اللي موجودة حاليا مع منتخب مصر فيه معسكره الحالي من اتمنالهم كل النجاح وكل التوفيق بإذن الرحمن الحقيقة طبعا زي ما ذكرنا منتخب مصر وفكرة عودة بكرا ان شاء الله المران مرة تانية فيه النادي الاهلي اكيد منستغل الفرصة دي ونقول الف مليون سلامة الحارس مرمى فريقنا اكيد المتقلق مصطفى شبير اللي شوفنا منه الحقيقة اداء كبير جدا خلال الفترات المضاية تحديدا بعد اصابة محمد الشناوي واللي اشتكى اكيد من الام خفيفة في الظهر انبارح في تدريب منتخب مصر ولكن الحقيقة طبيب الفرعانة اكد ان مصطفى الحقيقة يعني سليم مفيش مشكلة كبيرة ومفيش مشكلة عنده الحقيقة ان هي شكوى بسيطة وان شاء الله نرجع نتطمن عليه فقارب فرصة خاصة ان هو اكيد عنصر قوي جدا سواء مع المنتخب او كمان مع النادي الاهلي صحيح وعلى صعيد منفصل حضرات احنا شفنا الفترة الاخيرة مرات متعددة صورة واسم طبعا الراحل الكبير العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي الحقيقة اللي كان دايما كل الناس بتشيد بيه الحقيقة يعني ومازال كل بيشيد وبيؤكد وبيرسخ كمان لفكرة ان هو كان شخصية عظيمة جدا ومحبوبة جدا كلنا شفنا طبعا احتفاء كبير باسم العامري فاروق فيه مناسبات عدة وكان من ضمنها كمان يعني الاحتفالات الاخيرة كلنا شفنا صورة كبيرة ليه في احتفالات بطلات يد النادي الاهلي يوم الجمعة اللي فات تحديدا نقدر نقول انه كان حاضر بقوة في هذا التتويج زي ما كانت اللاعبات دايما متعودين على وجوده كمان بكرة ان شاء الله النادي الاهلي هيكون على موعد مع استقبال وفد رفيع المستوى من نادي الهلال السوداني الشقيق من اجل تقديم واجب العزاء في السيد العامري فاروق رحمة الله عليه فعلا يا كريم احنا زي ما انت قلت خلال الفترة الماضية احنا خلاص يعني يمكن قربنا على شهرين او يمكن اكتمل الشهرين منذ رحيل العامري فاروق شخصية مش ممكن ننساها ولا تنساها الجماهير جماهير الكرة العربية مش بس النادي الاهلي احنا شفنا الحقيقة رجل يعني لا يختلف عليه شخصين شفنا قد ايه هو كان في ظهر النادي الاهلي شفنا الحقيقة كل الناس كانت بتتكلم على قد ايه هو كان شخص وافي جدا لنادي وده شفنا كمان بعد رحيله مع عائلته شايفين يعني شقيقه شايفين كمان زوجته اكيد الفاضلة وشايفين ابنه موجودين في ظهر النادي الاهلي موجودين الحقيقة في المدرجات الخاصة بالنادي الاهلي للالعاب الاخرى شفنا قد ايه العامري فاروق ما تنساش ولا تفصيلة في كل الاحتفالات المضاية كريم في كل التتوجات بالالعاب الاخرى خاصة انه هو كان ملم جدا مهتم جدا بالحقيقة ملف الالعاب الصلاة فاكيد عمره ما هيتنسي والحقيقة عايزين نقول لكم بكرة ساعة وحدة لدهر هيكون وافد نادي الهلال وعلى رأسه طبعا هشامل صباط رئيس مجلس ادارة النادي هيكونه في مقر النادي الاهلي الرئيسي باق الجزيرة علشان يقدبه زي ما الكريم طبعا قال واجب قال عزاء في وفاة الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي رحمة الله عليه طبعا يعني بطبعات الحال إدارة النادي الاهلي عبارت عن تقدرها الكامل لهذه اللفتة الطيبة من جانب نادي الهلال السوداني الشقيق واللي بتعكس أكيد العلاقات التاريخية بين الناديين الكبيرين النوع ده من الأمور يعني مش حاجة عجيبة أبدا لأن طبعا النادي الاهلي تجمعهم أواصر المحبة والاحترام المتبادل بكل الفرق الرياضية ولا سيما الفرق الكبرى والحقيقة تانية نرجع ونقول شخصية العمري فاروق الله يرحمه من الشخصيات اللي فيه إجماع عليها مش بس مصريا مش هنقول بقى أهلويا ولا غير أهلويا عربيا الحقيقة مفيش بني آدم تعامل مع هذا الرجل رحمة الله عليه غير لما الحقيقة يعني كان ليه في قلبه معزة خاصة جدا 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 وإن شاء الله يعني ربنا يرحمه برحمته الوسعة وتاني وتالت ورابع خالص تعزينا لأسرته الكريمة إن شاء الله يمكن شوفت احنا بدأنا أول حلقة كريمة منتكلم على الضايت والحلويات وأكل رمضان الحقيقة أنا نفسي عندي مشكلة مع إن رمضان الحقيقة أنا عايزة أقول لك إن رمضان ده بيبقى أكتر فرصة أنا كل سنة يا كريم بقول لا لا أنا هخص في رمضان ده بس دايما بيبقى عندي مشكلة في الحلويات دايما عشي كمان كل سنة في تطوير أكبر وأكتر وحاجات كده جديدة يعني أنا بتفاكر بإحنا آخر المستجدات من كم سنة اللي هي كنافة بالمنجة اتطبع إن ده بداية كلام عدينا الحاجات بفي حاجات عجيبة جدا فيه من معالي بقى بالنوتلا ما تجوّعيناش بقى ما تجوّعيناش خلاص بقى خلاص طيب أبداً ما نروح لأخبارنا طبعاً مع الزميلة العزيزة مننا المنيسي زي ما إحنا كون من الكلمة أنا وكريم عن العادات المصرية الشهيرة في رمضان والأكلات بقى المميزة على وجبة الإفطار أكيد ده يعني بيهدد الرجيم لناس كتير جداً وبيبوز أي رجيم أي حد ماشي عليه والله وأنا أوله ده بيقتله ومش بس بيهدده صعب جداً حقيقة طيب طبعاً كمان كلنا عارفين أن يعني فيه ناس كتيرة جداً يعني استكمالاً لكلامنا بتكون حريصة بقى أن هي إيه تتخلص من هذا الخطر من خلال ممارستها أو استمرارها في ممارست الرياضة في رمضان بالتالي تعالوا شوفوا حضراتكم من خلال هذا التقرير مجموعة كده من التمريليات الرياضية السهلة البسيطة اللي ممكن نمارسها في أي مكان هنشوف معكم هذا التقرير ونطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام كل سنوات طيبين ورمضان كريم عليكم من الأسباب اللي بتخليك تكتسب وزن زيادة في رمضان اللي انت بتوقف في التمريلي علشان كده هنساعدك من خلال التمريلي الرياضية اللي احنا هنقدمها معاك وكمان من النصاح اللي احنا هنقدمها لك اللي انت تطلع من رمضان وانت محافظ على شكل جسمك وكمان تخسر دهون تعالوا بينا النهار ده في أول حلقة معنا هنعمل تمرينة للأبر بوضي الجزء العلق من الجسم بس قبل ما نبدأ التمرين زي ما دايما متعاودين اللي احنا بنعمل الورب مواب بتاعنا ممكن نعمل وورب مواب خفيف كده وإحنا وقفين في مكاننا نبدأ نسرع شوية ممكن نعمل جومبين جاك عشرين عدة كل ده بس عشان اهيق جسمي قبل ما ابدأ التمرين هنبدأ بأول تمرين معايا هعمل ضمب شولدر بريس هنشتغل اتناشر عدة مع بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ونكمل اتناشر عدة من غير ما اخد ريس هنزل على التمرين اللي بعد كده هعمل ترايسبس اسبت كوعي كده وابدأ هزق الضمب اللي فوق هنشتغل برضو اتناشر عدة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تماني وبعد كده مناخد تلاتين ثانية ريس بين التمرينين خلصنا اول تمرينين ومناخد ريس تلاتين ثانية منشرب مية عشان ندخل على التمرين اللي بعد كده برضو هشتغلهم صور ست مع بعض اول حاجة هنعمل front raise two side وانزل اتناشر عدة two دايما نحافظ على شكل ظهرك وشدد عضلات بطنك four بطل على غاية مستوى كده وبانزل تاني وبكمل الاثناشر عدة خلصنا ده هنزل على التمرين اللي بعده هتنروف بيت سنة بسيطة وخلي ضهري مفروض واعمل ضمب الرجوع عدة اتناشر عدة برضو هاول تركز ان انت يكون ضهرك دايما مفروض خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة برضو خلصنا للاتنين دول وحناخد رست تلاتين سانية هندخل على كمان تمرينين مع بعض تمرين من الشاست هعمل ضمب الشاست برس خلي دايما كوعك خمسة واربعين درجة وبعد كده زوق الضمب اللي فوق وانت بتطلع اللي فوق بتعمل بوش طلع النفس هنشتغل اتناشر عدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وحن اشتغل تمرين للدراع للبايسبس بالاتنين مع بعض هعمل ضمبل بايسبس كير اتناشر عدة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وبكده نكون عملنا مجموعة التمرين اللي احنا عملها بنشتغل كل تمرينين مع بعض بعد كده بناخد رست تلاتين سانية من تلاتة الاربع مجموعات النصحة اللي حبينا اقدمها في نهاية الحلقة عشان تقدر تطلع من رمضان من غير موازنك يكون زيادة حاول تخلي بالك من حاجات بسطة جدا او انت بتعملها في وقت الفطار اللي انت ما تشربش كمية عصير بشكل كبير لان ده بيكون فيه سعرات حريع عالية هيزود جسمك كمان تخلي بالك من السوصات والاضافات اللي انت بتحطها على السلطة وكمان على الشربة لان دي بيكون فئة كالوريس كتير جدا وكمان بتفقد القيمة الغزيات تاعتها نحاول نركز اللي احنا نشرب مية من وقت الفطار لوقت السحور ده حيساعد جسمك وتجنب الجفاف أثناء الصيام نتمنى النصيح والتمارين اللي احنا قدمها النهاردة تكون تساعدك اللي انت تطلع من رونان بيكون بشكل كويس ويكون برسم كويس ونشوفكم في الحلقة الجاية ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل نسا مكملين معاكم الاهلي في رمضان والحقيقة ان دايما فريل اعداد بيحضر وجبة دسمة من اخبار رياضية الخاصة باقي النادي الاهلي وكل الاحداث الرياضية المستجدة في العالم النهاردة وتحديدا نهاردة الجمعة كمان يعني فيه احداث كتير جدا سواء خاصة باقي النادي الاهلي او كمان المنتخب دلوقتي بقى تعالوا نستقبل مع بعض زملتنا العزيزة منا المنيسي عشان نتعرف منها على اهم الاخبار النهاردة منا سأل فل عليكي كل سنة طيبة بألف خير وانت طيبة مريم كل سنة انت طيبة كل سنة طيبة كريم وكل سنة كل مشاهدي متابعي شاشة كناة النادي الاهلي بخير وبألف عافية يا رب يعني ممكن ما تقبلناش من اول رمضان فدي فرزة ولكو كل سنة وانتو طيبين رمضان كريم احنا عارفين كمان ان انت النهاردة بجهزنا مجموعة كبيرة من الاخبار واللي كان اخرها لسه عارفينه من اللحظات كمان اصابة امام عشور سمعنا ان هو خرج من المباراة يعني وبشتكي من كتفه لعلها يعني اصابة ما تكونش كبيرة لان احنا مش في حمل اي حاجة بالنوع ده خارس الفترة بإذن الله ان شاء الله اكيد معنا اخبار كتيرة خلونا نبتدي اخبارنا النهاردة والاهلي يستقنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة سيمبا يستقنف فريق الاهلي تدريباته على ملعب التتش في اطار الاستعداد لمواجهة سيمبا التنزاني في الدور الربع النهائي من بطول الدوري ابطال افريقيا لكرة القدم ويعود الاهلي لتدريباته عقب نهاية الراحة لمدة اسبوع التي منحها السويسري مارسل كولر المدير الفني للفريق في فترة التوقف الدولي واللي استغلها كولر نفسه في السفر الى بلاده لزيارة اسرته وطبعا عارفين ان المنتخب مصر حاليا في معسكر داخلي ويخود خلاله دورة والديب ومشاركة منتخبات كرواتسيا وتونس وتنزانيا ونيوزلاندا عفوا الاخبار اللي معانا تانية لوائح بطولة كأس عاصمة مصر اخترت اللجنة المنظمة لبطولة كأس عاصمة مصر الفرق المشاركة على لوائح المباريات التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 26 مارس الجاري بمشاركة اربع منتخبات هي مصر وكرواتسيا وتونس ونيوزلاندا فزيحتكم الفريقان الى رقلات الترجيح مباشرة حال التعادل في المباراة كما سيكون من حق كل منتخب اجراء ست تغييرات في كل اللقاء خلوني بقى اسألكم اكيد في الاول انتم متوقعين ايه يعني احنا طبعا مش بنتفرج عن ماتش دلوقتي بس انتم قلولي متوقعين الماتش يمشي ازاي اكيد التوقعات ممكن حتى لو كانت مختلفة في الاول بس دلوقتي ممكن تاخد بعد ثاني بعد ما حققنا او سجلنا هذا في الاول دلوقتي تسجل من ثواني من مصطفى محمد من خلال ضرب الجزاء بصي انا عن نفسي مقسيلك من التوقعات انا كل الموجود عندي امنيات مش توقعات بتمنى كل الخير وبتمنى ان احنا نشوف منتخبنا زي ما كنا منتكلم من شوية انا وماريو نرجع نشوفه على اللي كنا بنشوفه عليه زمان واللي كان مرضي جدا لجمهور مصر واللي كان يديق باتشارت المنتخب مصر ده اللي انا بتمنى دي حقيقة يا منا خلينا نقولك ان احنا كنا لسا بنتكلم في الموضوع ده فكرة الدعم الكبير قوي من الجماهير المصرية خلف القيادة الفنية الجديدة كنا بنطالب مرارا متكرارا بوجود قيادة فنية وطنية ومصرية وده اللي حصل اتحقق فعلا حققنا امال الجماهير او القائمين على الكرة المصرية والمنتخب المصري حقق امال الجماهير فالفكرة فعلا ان احنا مستنيين كتير جدا من القيادة الفنية الجديدة طبعا بقيادة كابتن حسام حسن ابراهيم حسن ولكن حقيقة زي ما احنا دايما بنقول ان الجماهير لازم يكون عندها وقت ما تستعجلش في الحكم على التجربة لان التجربة لسا قدامها كتير جدا اي نعم ده اكيد مطش مهم ولكن هو مطش ودي خلينا نقول انه هو جس نبض ما بين الجمهور المصري وما بين القيادة الفنية الجديدة فعايزين نقول للجمهور والناشد الجمهور انه ما يستعجلوش وفي نفس الوقت القيادة الفنية الجديدة بقيادة طبعا كابتن حسام وابراهيم يستغلوا فكرة الدعم اللي موجود خلفهم من الجماهير المصرية لانهم الحقيقة مش هلاقل دعم ده زي ما حصل خلال السنوات اللي فاتت ده اكبر دعم يمكن حصل عليه اي قيادة فنية جديدة للمنتخب المصري اكيد انا واكيد بأكد واضيف على كلامكم اكيد نتمنى كل التوفيق النهاردة للمنتخبنا الوطني في البطولة كمان كلها مش النهاردة بس خلونا نكمل اخبارنا النهاردة وافتتاح استاد مصر بالعاصمة الادرية الجديدة افتتح اليوم استاد مصر بالعاصمة الادرية الجديدة بانطلاق مباراة المنتخب الوطني ونيوزلندا بكأس العاصمة الودي المقاف مفترة من 18 حتى 26 مارس بمشاركة المنتخب الوطني وتونس ونيوزلندا وكرواتيا شهد حفل الافتتاح عروض موسيقية وضوئية مبهرة وكان بطل المشهد الملعب التي تم تشييده بأياد مصرية والذي ستسع نحو 94 ألف متفرج ليصبح أكبر ملعب في الشرق الأوسط كل التوفير للمنتخب الوطني تحت قيادة كابتن حسين حسين ويكون استهد مصر الجديد وجه الخير على الكرة المصرية في الفترة المقبلة خاصة أن الدولة المصرية بتعمل على تطوير البنية التحتية الرياضية بما يختم أكيد كافة المنتخبات الوطنية في كل الرياضات لتحقيق أفضل نتائج في المحافل الدولية في سيطرة أهلوية أكيد خلونا نكمل أخبارنا بالوقت وكمان سيطرة أهلوية على تشكيل منتخب أمام نيوزلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر سيطر لعاب الأهلي على تشكيلة منتخب مصر التي اخترح حسين حسين المدير الفني لمواجهة نيوزلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر وجاء تشكيل كالتالي محمد أبو جبل رامي ربيع محمد عبد المنع محمد هاني محمد حمدي مروان عطية إمام عشور محمد مجدي أفش عمر مرموش محمود حسن تريزي ومصطفى محمد والاحتياطي أحمد رمضان باكهم أكرم توفيق حمدي فتحي أحمد حجازي محمد شريف محمد شكري مصطفى شلبي أحمد عاطف مصطفى فتحي أحمد نبيل كوكا والمهدي سليمان ومحمد الشامي شايفين المجموعة دي شايفينها زي مين اللي انتوا بتأملوا أو مين متوقعين أنه هو هيكون بارز قوي في البطولة أو انتوا بتأملوا فيه خير والله بصي أنا عن نفسي يعني مش مستغرب فكرة أنه فيه سيطرة أهلوية على تشكيل المنتخب ده من قديم الأذر يا سيد تكون انت عفل النادي الأهلي طول عمر وعلى فكرة بالفصل فرد القدم ده كل الرياضات يعني أي منتخب وطني لما تركزي كده في قوامه الرئيسي لا يلزم حتى أقع على الأهل بصي بالمية التلتين للأسماء المقبودة من لعبة النادي الأهلي وده وليك النادي الأهلي الحقيقة إلى أي درجة هو فعلا يعني خط إنتاج لأبطال رياضيين في رياضات مختلفة مريم إي رأيك الحقيقة أفشا أنا أحس أن احنا ممكن نحط عليه أمل كبيرة جدا شايفينه أداؤه مختلف خلال الفترة الأخيرة رجع بروح مختلفة مع المنتخب فممكن نحط عليه أمل كبيرة خلال الفترة اللي جاية والحقيقة أن انت يعني زي ما إحنا عارفين يا منه أي سكواد من النادي الأهلي بيشارك في منتخب مصر بيصنع فرق كبير جدا من العناصر المختلفة مراكز مختلفة في الملعب نشوف الحقيقة أداء كبير لهم بيبقى فيه اعتماد كبير جدا من الجهاز الفني لالمنتخب عليهم نأمل كل التوفيق للعناصر اللي هتشارك إن شاء الله من النيدي الأهلي مع منتخب مصر لأن إحنا دي حاجة مش جديدة على النيدي الأهلي أكيد يا من أنت عارفة ده حاجة قديمة يعني أكيد فلسنا كريمة إحنا متعودين على كده غير الأسماء اللي إحنا متعودين على وجودها فيه كمان وجوه جديدة زي محمد الشامي فبرضه منتمنى للوجوه الجديدة لأنهم يثبتوا نفسهم لأن ما فيش فرصة أحلى من كده يعني عشان الواحد يسبب كبس هو لا يستشارك منتخب مصر وأراضي مصرية في الدنيا يعني دي حقيقة فعلا فعلا مع كمان الافتتاح اللي أنت كان خبر معيك خبر مهم جدا فكرة افتتاح زي أستاذ مصر بالبنية التحتية وفكرة كمان أن احنا كنا بنتكلم يعني أو كان يمكن كان فيه تصريحات للمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية كان بيتكلم على أن افتتاح الأستاذ ده يا منا كان أو يعني كان بالنسبة لهم تارجت أو هدف أنه هو يكون الحقيقة هو الوجهة لكل البطولات الرسمية اللي هتقام على أرض مصر وعلشان نسبت لكل المنتخبات والدول اللي بتشارك معنا والحقيقة كانت البداية من بطولة كأس العاصمة اللي بيشارك فيها أربع منتخبات أو تلات منتخبات بخلاف طبعا منتخب مصر دي كانت فرصة كبيرة جدا أن احنا نوري الدول المختلفة قد إيه احنا قادرين على استضافة البطولات الكبرى على أرض مصر خاصة مع افتتاح أستاذ مصر الجديد للحقيقة بأياد مصرية خالصة فأكيد بنأمل كل توفيق لكل القائمين على هذا المشروع الوطني الكبير أكيد منتمنى لهم توفيقنا كمان متفقل أكيد خير إن شاء الله نشوف مباريات أكيد كويسة على أراضي مصرية كمانا كمل أخبارنا ومحمد مصطفى يتأهل إليه أولمبياد باريس في المسارعة حسن محمد مصطفى لاعب منتخب مصر المسارعة الرومانية تأهل أولمبياد باريس التي ستقام في باريس الصيف المقبل وذلك بعد تأهله لنهاية تصفيات الإفريقية المقامة في الأسكندرية وتمكن مصطفى من الفوز في مبارات ربع النهائي بمنافسات وزن 87 كيلو على بطل أنجولا فيما نجح في حسم تأهله بالفوز على بطل تونس في نصف النهائي ومن المنتظر أن يواجه مصطفى نظيره بطل الجزائر في المباريات النهائية لتحديد صاحب اللقب وأكد محمد مصطفى أن تموحاته بلا حدود ويسعى لتحقيق إنجاز كبير أو في دوره في دورة الألعاب الأولمبياد باريس 20-24 إحنا كمان أكيد منتمنله كل التوفيق استكمالا لأخبارنا نجل رونالدينيو في تدريبات بارشلونا استدعى تشافي هيرناندز مدرب بارشلونا جوار منديز نجل النجم البرازيلي السابق رونالدينيو لأول مرة في تدريبات الفريق الأول في ظل غياب عدد من اللاعبين الأساسيين في فترة التوقف الدولي جوار يجيد اللعب بمركز رأس الحربة ويعتمد على قدمه اليسرى ويأمل اللعب في حجز مكانة قريبة بتشكيلة الفريق الأول لبارشلونا خاصة إن الفريق الكاتلوني معروف عنه بمنح الفرص للمواهب الواعدة خلوني هنا أسألكم ابن الوز دايماً بيكون عوام ولا مش شرط؟ هل هنشوف رونالدينيو جديد ولا مش شرط نشوف نفس الشكل المواهب؟ والمفروض ده ابن الوز عوام؟ بس ده مش ما يتعالش عليه ابن الوز عوام ده ابن الساحر أي؟ رونالدينيو بصي خلي بالك من حاجة الكرة ليها أساطير كتير ومن دول مختلفة وأمريكا اللاتينية بصفة خاصة طبعا لكن رونالدينيو ساحر بكل ما تحمله كلمة ساحر من معنى أنا دايماً بشوف كده بشوفه مختلف عن كل الكبار حتى وأعظم اللاعبين هو في حتة ثانية الوحدة أتمنى أن ابنه كمان يبقى عنده نفس الخاصية دي عشان نستمتع السنوات القادمة بين رونالدينيو دين ميني رونالدينيو كده؟ حقيقة أو برشلونة زي ما انت قلت يا مينة دايماً متخصص في فكرة يعني خروج المواهب الشابة فأكيد مش هتبقى موهبة يعني فهمة أكيد هتبقى موهبة مختلفة ففكرة كمان وجوده في برشلونة هياخد فرصته يمكن لو كان موجود في أي نادي تاني كان ممكن نحنا يعني ممكن نشوفه أو كان يتأخر مثلاً في خطواته ولكن فكرة وجوده في برشلونة أكيد هيظهره بشكل أكبر وأكثر خلال الفترة اللي جاي يعني نتمنى أكيد نشوف أسطورة جديدة أو يعني الناس أكيد كلها متوقعة أن هي تشوف الناس أكيد متوقعة تشوف شكل جديد أو رونالدينيو بقى جونيور فعلاً خلونا نكمل أخبارنا ورئيس بورشلونة مبابي سيدمر غرفة ملابس ريال مدريد يعتقد جوان لابورتا رئيس نادي بورشلونة أن انتقال كيليا مبابي إلى ريال مدريد سيؤدي إلى العديد من المشاكل في غرفة الملابس ريال مدريد تحديداً مع البرازيلي في نيونينس جونيور وأكد لابورتا في تصريحات صحفية أنه لا يحصد ريال مدريد على ضم مبابي لكن على ريال مدريد بيع في اليونيوس جونيور إذا تعقد مع كيلي نبابي لأنهما لن يلعب في نفس الخامة أو في نفس الخطة ويتحدث عن إرقام الصفقة والراتب السنوي فيما سيؤدي إلى مشاكل داخل غرفة خلع الملابس في ريال مدريد واستكملا لأخبارنا سلطات اليابانية تلاحق إنيستا بتهمة التهرب الضريبي طلبت سلطات الدرائب اليابانية إنريس إنيستا نجم المنتخب الإسباني وبرشلونة السابق بدفع حوالي 3.5 مليون يورو لعدم الإعلان عن دخله بشكل صحيح خلال إقامته في البلاد وأكد مكتب الدرائب الإقليم إن إنيستا أخفى حوالي 5.2 مليون يورو من رسومه التعقدية معنا دي فسأل كوبي فضلا عن فشل في تقديم إقراره الضريبي بشكل صحيح لفترة معينة من الوقت على الرغم من إقامته في اليابان واستكمالا الأخبارنا وآخر خبر معنا النهاردة الريكراكي دياز أوفى بوعده أسنى وليد الريكراكي المدير الفني للمنتخب المغربي على إبراهيم دياز اللاعب ريال مدريد بعدما فضل تمثيل المنتخب المغربي على حساب المنتخب الإسباني وأكد الريكراكي إن ملف دياز لم يكن سهلا على الإطلاق وأشار إلى إن دياز لاعب كبير ووجوده مع المنتخب المغربي وهو يحمل قميص ريال مدريد يدعو للفخر واللاعب سيكسب قلوب كل المغربة لإختار المغرب على حساب إسبانيا بكده أكيد خلصت أخبارنا النهاردة أتمنى أننا أدت لكم أخبار وافية وكافية ونورتينا كمان بوجودك معنا النهاردة في الأهلي في رمضان أكيد مبسوطة أننا كنا مع بعض النهاردة في الأهلي في رمضان شكرا لك جدا يا مننا نورتينا والحياة فعلا زي ما أنت قلت كانت وجبة داسما من كل الأخبار المختلفة ودلوقتي خلص طبعا هذا الجزء من الحلقة الخاصة بينا من الأهلي في رمضان هنروح لفاصل سريع بعد كده نرجع بقى في لقاء رمضاني شايد جدا مع المطرب أدهم علي فاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية نوادي لها جمهور والأهل شعب كلمات بسيطة لكن فيها إقرار بواقع ملموس كلنا أصلا يعني عناصر فيه وجزء منه وكلنا شاهدين عليه وهي كمان كلمات واحدة من أغنيات ضفنا اللي منورنا النهاردة ومنورنا النهاردة فنان أهلاوي أصيل دايما حاضر بمنطقة قوة وبشكل عملي مع كل انتصار جديد ومع كل إنجاز جديد بحققه النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي وآخرهم كمان طبعا الفوس بالكاس واللي نتج عنه أغنية جديدة من أغنياته منورنا ومشرفنا النهاردة الفنان الأهلاوي جدا الشاب أذهب عادي يا منور الدنيا كل دايما بنور حضرتك طبعا بنور حضرتك حضرتك سأخير عليك يا أذهب نورنا ومشرفنا طبعا في الأهلي في رمضان أغنية حلوة قوي دي الوقت الصعب دي معمولة من حوالي سنتين كان الأهلي خسر الدوري وكان فيه شوية كواليس حصلة كده مع النادي ومع الفرقه وقررنا إن احنا نعملوا الموضوع ده بس يعني احنا نادرا لما النادي الأهلي بيعدي بوقت صعب الحمد لله وسأنت اخترت اللقطة أو اخترت التوقيت ده بالذات علشان تعمل الأغنية علشان تساند النادي هو يعني الوقت ده بالذات كان محتاج إن احنا كلنا نبقى جنب الكيان بأي شكل من الأشكالي الكلام كتير والقيلة والقالب بشكل يعني بشكل كبير قوي في الشاشات فالحمد لله الحمد لله الأغنية نزمة انت حبيت بالأغنية دي تكون دسان حال الجمهور اه مش كده برضه اه وهي الأغنية سماعت مع الناس جدا والناس حبيتها جدا وبساطتها يعني هي الكلام بسيط كلام كلام أستاذ هان الراوي ولحنا أستاذ محمد الحسيني الزام الكاوي اوكي هاي جدا وتوزيع عمر الخضري ومغني معايا فيها آآ أخويا مروان ممضوح مطرب شاب محترم كده احنا قبل ما نعرف بقى عن يعني إس انت ايه وكأنك شفه متخصص في الغلاء للنادي الأهلي واكيد ده ما ينفيش ان انت برضو ليك ألوان غنائية تانية ممكن تبقى بتحبها أو بتمرسها بالفعل بس قبل ما نتكلم معاك عن كل التفاصيل دي خلينا ناخد يعني فكرة كده عن خلفية أدهم علي يعني دراستك شغلك نعرف عنك أكتر بقى كده ندخل بقى في أغانيك للنادي الأهلي هو أنا أصلا ما كنتش مطرب يعني أنا كنت بحب الغنى لحد 2018 وكنت شغال في أورب يعني في شركة من شركات المحمول وبالصدفة كده زمايلي قاعدين فقالولي في بيجات بتعمل كليبات أو بتعمل أغاني للناس اللي صوتها حلو بتاعي فقلت له مكيال مفيش مشكلة فراحوا جايين هم بقعتوا للبيتج ده وروحت غنيت وعملت حاجة كده الأستاذ تامر عشورس ما كل يوم نتلاقى وبعدين نزلت ببص تاني يوم لقيتها عاملة 17 مليون مشاهدة ما شاء الله كلام ده كان في 2017 سوشي ميديا سلح قوي ده أول 2018 أه طبعا دراما هي أونية دراما وأنا كنت مغنيها بالشكل بتاعي أوكي فمن ثلث يوم مثلا بقيت أمشي في الشارع والناس عارفاني أنا مش فاهم في ايه يعني أخش مثلا بمكان لأ الناس بتجري عليها تتصور معايا مش مش أنا بغني من زمان أيام الجامعة وأيام الدراسة وأيام 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 بس يعني كان طموحي وبعدين اتجهت للحياة العملية لما لقيت اني لا مش مش سكتي طب حسيت ان انت تأخرت في الخطوة انت بتقول ان انت عندك الموهبة من زمان ونفسك تغني لا ما تأخرت في حاجة بس 2018 أكيد يعني انت شايف انت بدأت متأخر شوية بس شايف ان انت بدأت متأخر فعلا ولا ان ده كان الوقت المناسب اللي ممكن تظهر فيه هو عموما اي حاجة بتحصل لنا بتبقى بترتيب ربنا سبحانه وتعالى طبعا نعم كان لازم ان اخوض التجربة العملية وكان لازم عشان لما اتحطف اللي انا فيه دلوقتي ابقى يعني اعرف ان ربنا كرمني جدا فانا الحمد لله رب العالمين دلوقتي انا يعني يعني ملقب بمطرب الاهلوية او المطرب الاهلوي لان مع كل حدث انا موجود انت عامل اغاني كتير الوقت الصعبة مش هي بس الاغنية او وعمل اصياد افريك ده غير الاغاني بقى بتاعت انا وانا منزل الابومين ومنزل منزل اغاني سنجلات اخر حاجة كنت منزل بنقابل ناس دي نزلت قبل قبل رمضان بشهر والحمد لله قلنا عن اغاني الاهل كلها اسميها ومن تأريف التلحين اخيرهم هي مرحلة تلحين اه هي ما شاء الله دي اغنية من دي اخر حاجة نزلت بعد مطش الاهل والزمالك مغني فيها انا والمطرب احمد علي هي كلمات هاني الراوي برضو الحاني توزيع ميدو ميدو مزيكة دي كانت اخر حاجة معمولة والحمد لله يعني اعملت حبك يسر في النوع ده من الاستضافات اي اسم اغنية هتذكره لازم هنقولك كما نسمع جزء منها عشانت معامل حسابك من اول انا معندش مشكلة معندش بس الاغاني كتير يعني الاغاني بتاعت الاهل تعال انا نسمع جزء من هي ماشاء الله بابدايا باعتبار ان هي اخر اغنياتك للنادي الاهل اوكي نيش هنقول قول هي ماشاء الله وفراحه يالله الاهل تملي فرحتنا معاه بتوقيت الاهل وفي كل الملاعب جماهيره بتشجع ووقفه وراه قول هي ماشاء الله وفراحه يالله ده الاهل تملي فرحتنا معاه بتوقيت الاهل وفي كل الملاعب جماهيره بتشجع ووقفه وراه كده يعني الموضوع ماشي بالشكل ده احنا اخدنا الكلمة من كلمة كابتن اقرم طبعا الفيه الشهير اقرم توفيق احنا اخدناها وعملنا عليها دي كانت اخر حاجة وكان فيه قبل في الوقت الصعب اسياد افريقيا دي مغاني فيها انا والفنانة ماريم الحسيني غنينا دي بردو اسمها قرقص يشنو ها معروفة بالاسمين اه لان هي بدايتها بتقول يعني جايبة اسماء اللعيبة وكلمات محمود عادي القلازة والحن طب نسمع حتى منها بردو لازم بلسه يقولك بتشوي موضوع كبير ما تأمنش للقعدة دي فعلا زي ما قالك كريم اتجنوا وغنوا ومرقص يشنوا يا افشا يا جامد يا بدر التما اه يعني هي كده يعني من شبع لان المغاني الناس اختصرت اسم الاغنية في امور قرقص يشنوا يعني صح كده ده مش اسم الاغنية لا هي كان احنا بنزلنا باسم اسياد افريقيا الاغنية احنا عملناها قبل المطش بتاع الاهلي وكذا ما فيها علاقة مع الناس بقرقص يشنوا احنا احنا نفذنا الاغنية دي قبل المطش بساعة اه قبلها بساعة اوكا يعني احنا نفذنا الاغنية ونزلت اه بعتناه هنا القناة. القناة راح ازعتها. اتفاجأت انه انا ماشي بعد الماتش. انا اتفرجت عليه في مصر الجديدة. نازل من مصر الجديدة للنادي الاهلي بتاع الجزيرة. رايح احتفل. رايح. لقيت الناس مشغلاها. احنا عملناها من ساعة. الله. يعني القناة زعتها بعد الماتش. انت عندك يعني ايه ميزة مضافة عن اي حد تاني ممكن يبقى بيغني. الفكرة ان انت بتغني الجمهور. طبعا. قوامه بالملايين. عشرات الملايين. يعني دي حاجة حلوة جدا بس حاجة تخوف. يعني انا كنت حابب سألكن شوية وانت بتقول ان بعد ما اول اغنية انت غنتها نزلت انت تفاجأت ان في اليوم الثالث يعمل سبعتاشر مليون. اه. حاجة تفرح قوي وتخض قوي. اه. ات عملت ازاي بقى مع جزء الخضر اللي في الحكاية? ات عملت ان انا ما كنتش ناوي اكمل اصلا. انا ما كنتش ناوي اكمل في الغنى. بس. جيد انت غنية واحدة داتت سبعتاشر مليون مشهر. يعني انا الموضوع جديد علي. بس المفروض تبقى بوش عشان تكمل. فكرة انك انت تنجح بالشكل ده. انا داخل تجربة. والناس تتفرج بالشكل ده. اكيد بالنسبة لك ده دافع ان انت او حافظ ان انت تكمل. اللي حصل كان ليه ايجابيات وسلبياته معي. طبعا انت اتخذت من الدور للنهار. يعني انا في يوم وليلة انا راجل بلبس بدلتي. انزل على على شغل الصبح ارجع اخر النهار. دي حياتي. اي. اه لابس طقمي. ما ليش دعب الجو ده. بس مع زي اي حاجة. بس الغنى كان طموحك برضو. من زمان جدا. اكيد حلمي عمره. اه من زمان جدا. اه. اه. بس خلاص انا اتنزلت عنه زي ما كرة كانت حلمي في يوم من الايام. اه. 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 فخلاص بقى يعني زي كتير قوي من المصرين يعني. طيب انا ببص على الكومنتات بقى بتاعت الناس. لقيت في خناقات في الكومنتات. الناس بتتخانئ. الفانز بت اه. 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 داخلين بيهجموني لان انا مغني بطريقتي. وفي ناس عجبها الغنى باحساس انا. وداخلة بترد على الناس زي. فببص لقيت كومنتات غريبة جدا. فقعدت مع نفس كده والناس بتاعت تكلمني. طب ما تعمل واحدة تاني. بعدها على طول. وعلى فكرة حتى الجدل ده. اه. مفيد بالنسبالك ومطمئن. ان انت يعني اهنتك ممرتش مرور الكرام. الناس وقفت قدامها. وسمعتها كويس. وتقسموا في تقييمهم ديها او نظرتهم ديها. ما كنتش انا عرف الكلام ده كله. اه. يعني انا مش ايه ده. انت تخضيت بس. ايه في ايه يا جماعة. طب اه ولو غنى حاجة الناس بقى كومنتات ده اخروا يغني مش عارف فين ده. كلام كده. اه. 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 فانا من جوايا عندي انا بحب ده. يعني انا بحبه. فطب خلاص نعمل واحدة كمان. اه. رحت الناس الناس في البيج اللي انا عمل فيه الغنوة. كلموني قالوا تعالوا نعمل واحدة تاني. قطلهم انا عمل واحدة قديمة اسمها بوعيدك. اه. كنت كلامي ولحني. اه. ممكن نعملها كفر كده. اوكي. تعال. رحت عملتها ونزلت. كانت هنا بقى. كان لازم انا كمل من هنا. اه. لقيت اني اه. ناس من اللي كانوا بيهاجموني. داخلين بيوسني. يعني داخلين. اللي هما بيتابعيني. انت انت عملت ايه. لا انت كده كويس. احنا اسفين. اغنيتك بقى اغنيتك. غير المقارنة مع مطر بتاني لما تغني اغنية لحد تاني دايما بيحصل نوع من المقارنة. دي مش مقارنة ومقارنة بالنسبة لزلمة. ا لان تامر عشور في حتة. يعني. يعني انا من الفنز بتوع. فاللي هو ان انت تخاطري وتاخدي حاجة من حاجاته. يعني. هغنيها. ما انا مش عارف ان كل ده يحصل. فاخر اغنية بقى منزلها هنا. بنقابل الناس. البجيت اللي هي اصلا بتاعت الفنز بتاعت تامر عشور. بتشير لي الشغل بتاعي. وبتعطني انا دلوقتي في مقارنة معاه. ده. دي لك بقى دفع ان انت اتكمل خلاص. بعد ان ما تقص واخذ قرار ان انت ما تكملش. يعني غالبا هو خده اكتر. ايه. لا لا انا لا. خلاص بقى بقى سكتي. ابتدت بقى شركات الانتاج تكلمني عايزة اتمدي معايا. كان الكلام ده في الفين وتمنتاشر عام اقتقالهم اسمه ابسن بالعشرة. مع شركة انتاج. وربنا قرمني فيه جدا يعني الحمدلله. وفيه اغاني فيه تسمع كويس. وكلبات بقى وبتزع يعني كلبات بتزع على قنوات مازيكة وفري. بس ادهم انت لسه مكمل في شغلك. لسه مكمل في الوظيفة ولا خلاص. لا خلاص بقى مع خلاص يعني اتنازلت عنها. بس ده قرار صعب قوي فكرة ان انت يكون بقى لك كتير في وظيفة معينة. وتتخلى عنها علشان حلم برضو ممكن يكون مضمون او مش مضمون. بس اكيد انت تخلت عنها لما لقيت نفسك ان انت ابتدت تنجح وابتدت جمهوري عرفك. ما يعني. ما بقى. الخطوة دي كانت غلط في وقت من الاوات بالنسبة لي. وخصوصا ان ان احنا جينا دخلنا على كورونا. يعني كورونا دي كانت كل الناس قاعدة في البيوت. طبع. فانتي الشيء السبت بالنسبة مش موجود. وانت مش متوقع ان ده هيحصل. ولسه انت بتقولي الف فيه. بس انت عارف في دنيا الفن والفنون في ناس كتير جدا كانت فترة كورونا فتحت خير عليهم. واعاد الناس كلها في البيوت خليهم ما بيشيريوش عينيهم ولا اديهم من على الجست الموبايلات والحاجات اللي زي كده. ففي ناش كفير قوي ما تشافتش زي ما تشافت فترة كورونا. اه. فهي فترة يعني ميزة قصد. وكانت في الفترة دي كمان التيك توك ابتدى يشهر ناس. الناس بتادي تشتغل على الحتة دي. بس انا بالنسبة لي ما ما يعني اللي هو انا كنت مخطوف باللي حصل. اه طبعا. يعني اللي هو لا انا مش هعمل ده. انا خليني مع ربنا لفترة دي احنا رايحين فيه. انا بالله. فجت بعد كده بقى يعني اول حاجة بقى في فترة كورونا عملتها كانت الاغنية بتاعت اسياد افريقيا. عملتها ببص لقيت الاغنية نزلت وبتشتغل في الشارع ومع كله مناسبة للماتشاط بتاعت الاهل الاغنية بتشتغل. والناس بترقص عليها في القفيهات. يا اغنية حلوة قوي فعلا. ومن ساعتها بقى ابتديت ان انا اتحط في الحتة دي. ان انا يعني انا مطرب. بس ده المطرب الاهلاء. ودلوقتي في اي استفتاقات في اي مهرجانات في اي حاجة. جمهور الاهلي بيخشوا حطيني الاول. طب انت التصنيف ده مش بيزعجك. مش شايف ان انت طبعا شرف كبير لأي حد ان هو اسمه يكتر من ندي الاهلي. بس انت اكيد بيبقى عايز يكون ليك اغاني مختلفة اغاني رومانسية. يعني نوعيات مختلفة من الاهلي. انت صنفت في ان انت مطرب الاهلي وبتعمل اغاني كتير لالاهلي. كossa كمان مش ان انا صنفت ان انا بعمل اغاني الاهلي. انا كمان بقيت اعمل اغاني دفاع عن الاهلي. اه. يعني في حاجات حيثة تانية مش هنتكلم فيها. بس انا في الحتة بتاعتي بتاعت الغنى. لأ انا اشغال فيها. اللي هو ليه شغلي. الاغاني رومانسية. الاغاني الدراما. بس هو جوز المتعلق باغنك للنادي الاهلي. ما فيش شك ان النادي الاهلي مساعدك في ده كتير بانجازاته. لا الأهلي أي حد بيرهن عليه كذبان طبعا يعني أنا داخل استفتاء معي نجوم كتير جدا وفرق مثلا بحوالي 80 ألف صوت جمهور جمهور الأهلي 80 ألف صوت جمهور الأهلي في دهرة أدهم علي داخل في بيتجم من بيتجات الأهلي أدهم علي داخل في الاستفتاء الفلاني أنا نايم صاح الصبح أنا رقم واحد على أسماء يعني ما هو ده ده أنت ما يزامن هو ده جزء من عظمة جمهور النادي الأهلي داعم بالمعنى الحرف أي حد بيرهن على النادي الأهلي كذبان ده 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 حرفين في لعب كرة في يد في طايرة في سلة أي حاجة أي أقول أنا أهلاوي أنا أقول أنا راجل بنتامل الكيان خلاص أنت في حتة كويس أعرف أعرف ناس بدون ذكرى أسماء جاء عليهم وقت هم مش متشافين يبتدوا ينضموا لحتة الجمهور رجعوا تاني ده ممثلين وفنانين يعني رجعوا تاني فالأهلي لا الأهلي في حتة تانية يليدك إيه بقى الفترة اللي جاية ان شاء الله عندي ان شاء الله بجهز آلبوم بعد يعني في الفترة بتاعت بعد العيد دي هنزل منه هنا سنجل اسمها نسيت نفسي وفي حاجة تانية اسمها قولي مالك وفي حاجة اسمها يا ليلا بيضة يعني حاجات في الألبوم ممكن أسمعك حتة من نسيت نفسي يعني ممكن نقول حاجة من نسيت نفسي يلا بينا طبعا ياريت هي كلمات محمود شفعي وقالحان وليت سام فحبك كنت غلطان بجد فعلا ندمان أنا كنت مت مسك بوهم وحد ملوش أصلا أمان نسيت نفسي وكالعادة عشان باهتم بزيادة ياريتك كنت تستاهل دلوقتي هات دقل حرمان احساسه مات خلص وعد وقته كل ماضي بقى قلبه فاضي علشان بجد طعبت من كتر العزاب حاجة كده طيب قدما أنت قلت أن أنت كنت بتلعب كورة بتحب الكورة فأنت مشجع أهلاوي كده كده من صغرك الفنانين نحن دايما عارفين عنهم أن هما بيتمتعوا بثبات فعالي كده وهدوء دايما لما حد يكون كده دماغه يعني عارف اللي هو دماغه كبيرة كي يقولك ده فنان قوي في نفسه التشجيع بقى تشجيع النادي الأهلي أكيد تشجيع النادي الأهلي بيبقى مختلف بالنسبة لك أكيد ما الهدوء ده كله نحطه على جنبه وبيبقى فيه وش تاني بقى للفنان يعني أنا هقول لحضرزك على حاجة أنا دايما بروح للستات في الماتشاط اللي هي المصيرية والمهمة لها موقف كتير جدا في الستات صعبة مع الناس اللي يعني أنا ما بيعودش بقى لما أصورة ولا أولى ولا الكلام ده إلا في حالات معينة لما بيبقى تعبين إنما أنا على طول في التالتة تالتة ما فيش مكان في التالتة والتالتة متقفل أنا في التالتة جدا يعني عايزة يعني مش عارف أقولها إزاي طول ما الجمهور في المدرج فرقتك بخير سواء منتخب أو النادي الأهلي أو سي أي نادي الأديية المنافسة يعني طول ما الجمهور في المدرج وما للمدرج الفرقة بخير وأنت في المدرج بتغنيلها ولا بتشجع بسي لا أنا ما بركزش في غير اللي بشجع وبطلع صوته رأي ممكن أعود بعدها أسبوع ما بجزيتش شغل ما بعملتش حاجة مش قادرة جمهور الأهل الحظم معنا طبعا اللي إحنا كلنا منهم الحقيقة أعظم جمهور في الكون لما بنقول إنه النادي الأهلي أعظم جمهور هو فعلا أعظم جمهور في الكون طبعا يعني هما أنا مش منافس حاجة أنا بعدت الغنوة هما نفذوا الكليب عليها فجايبيني وأنا في المدرج في قلب الأغنية حلوة دي دي طبعا وأنا يعني أنا ده أقل حاجة ممكن الواحد يقدمها للنادي الأهلي لأنني أنا فرحتي في النادي الأهلي أنت ونورتنا النهارة بفقرة النادي الأهلي ومبسطتنا جدا بوجودك مع النهاردة بنتبهن لك كل النجاح يا رب كل سنة وأنتوا طيبين كل سنة وكل أهلوية بخير أنت طيب وخير طبعا إحنا دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل عشان نستكمل بقية فقراتنا الحورية في الأهلي في رمضان ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل نستم كاملين معاكم فقراتنا الحورية الثانية واللي طبعا بيشرفنا دلوقتي ننضملنا نجمنا طبعا نجم النادي الأهلي كابتن أحمد عادل عشان بقى نتكلم معاه في كل ذكرياته اللي ليه علاقة برمضان نتكلم معاه كمان عن مواجهة النادي الأهلي وسيمبا وأيضا عن منتخب مصر في شكله الجديد تحت القيادة الفنية الجديدة كابتن نحن نورنا مشرفنا في الأهلي في رمضان وكل سنة وحضرتك بقى ألف خير كل سنة حضرتك طيبة كل سنة والشعب المصري كله بخير ورمضان كريم على كل الأسر المصرية والأسر العربية بما أننا في الأهلي في رمضان يبقى نستأذنك نبتدي معك وذكرياتك مع الأهلي في رمضان وبعد كده بعدنا ملفات كتير حنفتحها وحكي كتير حنحكي مع حضرتك يمكن الأهلي في رمضان احنا دايما نكون يعني أهلي باحتكاكاته بماتشاته بالأخص وخصوصا ماتشات في أفريقيا كان دايما ماتشات بتبقى اللي هي ساعة الفطار كان دايما من الكلام سفريات ومشاقة السفر في السيارة ممكن لعب كوتف وارف بنلعب أسك في أبيجان مثلا بنلعب تراجي في تونس ماتشات بتبقى صعبة جدا ومنافسات قوية جدا طبعا بصعبة من كل النواحي الحقيقة طبعا منافسة جديدة جدا ومنافسة كبيرة جدا وخصوصا أن أنت دايما داخل نادي الأهلي بتبقى مطالب بالبطولة دايما فطبيعي بيتحط عليك ضغط كبير جدا عشان كده كان مستر مانويل كان متفاهم بشكل كبير جدا الفترة اللي احنا كنا فيها بأن احنا بنلعب وإحنا صايمين يعني كان هو دايما بيدينا حرية الاختيار وكان دايما اللي معاه في الموضوع دوت أبو تريك يعني كان أبو تريكا من قارب الناس لي فكان مستر مانويل كان بيحب أن احنا نبقى فطرين نفطر عادي كان أبو تريكا بيوضح له الصورة يعني أنت كنت حاضر الأهلي في مرحلة ولا أحلى طبعا كانت كلها بطولات وإنجازات كانت لعبة كبيرة كانت الكوامل الأساسي منها من منتخب مصر كما نشوف دلوقتي كوامل الأساسي من منتخب مصر من النادي الأهلي دايما ده بيحط مسؤولية على عاطق اللعبة الكبيرة وخصوصا أن أنت دايما بيتبقى مطالب ببطولة فدي كل مكوامات البطولة اللي كانت بتبقى من خلال مجلس الإدارة من خلال اللعبة اللي بتوصل للجهاز حتى الفني أي مدير فني أنا بشوف بقول أنه بيمسك النادي الأهلي عليه ضغطات كبيرة جدا أنه هو مطالب بيخش بأي بطولة فلازم تحققها وتاخدوا البطولة فأعتقد حتى كمان الفترة اللي احنا كنا فيها في أفريقيا كانت الفرقة كلها جمدة كانوا باللعب الترجي باللعب أسج باللعب القطن الكاميروني باللعب الفرقة دي كانت كلها جمدة في مجرد كانوا جمدين ده كانوا في أجمد حالاتهم أصلا في المرحلة الزمانية كانوا أجمد حالاتهم وبياخدوا دوري في فرقة بتاخد دوري في بلدها فأعتقد أن الفترة دي اللعبة الكبيرة حتى اللي كانت موجودة وأبرزهم طبعا كانت بطريقة وبركات وشادي محمد ومع احترامي الألقاب وحواح حضري وكل اللعيبة محمد شوقي متعب فلافيو كل اللعيبة بصراحة عشان ما ننساش حد كانوا موصلين احنا حتى اللعيبة اللي كنا صغيرين لا فيه احنا بنلعب دايما على البطولة بتشوف حتى كلام مجلس الإدارة كان كابتن حسن حمدي موجود وكان كابتن خطيب نائب دايما كلامهم خلاص انت عينك على البطولة انت خلاص بتكسب حتى مباراة هي صفحة وقفلت وبعد كده عندك المباراة اللي جاية حتى لما بتاخد بطولة بيقولك لا تدور على البطولة اللي بعدها فهي دي سمات النجاح الداخل نادي الأهلي طب احنا فيه كواليس طبعا يا كابتن احنا عارفينها وكواليس صعبة ومباراة صعبة نهاية طبعا الأهلي والقطن الكاميروني اكيد دي مباراة لن تنسى عايزينك اكتر تقولين عن كواليسها ويعني احنا عارفين ظروفها كمان كلها كانت مختلفة وصعبة فلو نعرف منك اكتر يعني انت كنت اكيد شاهد على كل حاجة فيها كانت 2008 2008 وحتى انا لعبت برضو من اصحب المباراة كانت نهاية النجم السحلي كاس السوبر الافريقي برضو كان 2007 كنا بنعب في اسيوبيا وانت عارف في اسيوبيا فوق خط سطح البحر بحواليس كيلو او حاجة فكانت حتة التنفس كما تبقى صعبة جدا حتى الملعب اللي كنا بنلعب عليه كانت ارضيتو بتبقى صعبة جدا غير الملعب اللي بنشوفها دلوقتي فكانت كل في زروف كتيرة ضدك الحر حتة الحر حتة ان احنا برضو كنا مع ضغط المباراة بنضطر نسافر قبل المباراة بـ 48 ساعة ما بتلحقش انما بتخلص ماتش هنا في مصر وبتخلص ماتش في بلد تانية وبعد كده بتضطر تنزل ترانزيت وحتى كمان السفر في افريقا صعبة جدا يعني صعبة جدا في غينة في كوتوفوار حتى الطيران الداخلي بيواجه صعوبات بشكل كبير جدا يمكن دي كانت من المباراة القطن الكاميروني دي اللي حصل لنا فيها مشكلة في الجو في الطيران وكانت الطيران هتغبط في طيران تانية كانت دي كان معنا كابتن حسن حمدي كان رئيس بعسة وكان حصل لنا مشكلة الطيران في المطار واحنا بننزل في المطار احنا شوفنا في الشاشة فيه طيارة تحت معدية كنا قافة لو كان عاما طب ده جزء المعاناة جزء المرح بقى في الحكاية كان اكيد برضو كثير اكيد في حاجات ما تتنسيش في ذكراتها هو كان لازم جزء المرح اه هو كان لازم جزء المرح وده كان اللي هو البطل بتاعه بركات يعني طبعا طبعا احنا كل جيل من الاهلي بيبقى ليه بطل في المرح عندنا كده بركات سعد سمير يعني بيبقى عندنا الحقيقة عفروته عفروته شوية دلوقتي كهرباء فلا لازم حد يكون بيفك الفرقة يعني بيفك الفرقة يعني لازم يخرجك من الضغوطات زي ما شوف كهرباء دلوقتي في الفرقة ده كان محمد بركات عالة طوب يعني محمد بركات عالة حتى في المحاضرات يعني مستر منو اللي يكون شاددنا جدا ان احنا داخلين نلعب مثلا اسك في أبيجان ومبرارة صعبة جدا والأجواء صعبة والملعب صعب وتلاقي بركات داخل بيهزر في المحاضرات ومش جوا هزار خالف بس بييجي مستر منو اللي بص ما تشوفش بركات ولا كأنه بيهزر الجوز المرح خلاص ما فيش جوز المرح يعني كنا افتكر انا مواتش واحد بلعب اسك في أبيجان فالفرقة بقالها 14 سنة ما بتخسرش على ملعبها وكل الظروف ضدنا ومسافرين قبلها وملعب ما بيكان بيتلاعب على ركبي مش ملعب 11 اصلا فكل الظروف ضدك ففي المحاضرة كان مستر منو اللي شاددنا بقى من اول ما روحنا وما فيش زار تجمع في القوضة الساعة 10 كله بينام الساعة 10 وفي الاوتوبيس وإحنا رحين حتى التمرين ما فيش صوت في الاوتوبيس فدخلنا اليوم المحاضرة بقى المطش بعدها بساعتين لقينا بركات داخل يعني بيهزر وبيرقص في المحاضرة والفرقة كلها شدة والفرقة كلها متعنا بيديحك فشوفنا من بعيد كده مستر منو اكسم بالله اختفى طبعا هو اختفى والقوضة لو رميت ابرت اسمع صوتها بالنسبة لما دايما بنقارب بين الازمنة تعال نقارن كده بين نوعية اللعبة يعني في الفترة اللي انت كنت فيها في صفوف النادي الاهلي وبالمقارنة بالجيل الحالي هل ينفع نقارن أسلا ولا كل زمن وليه مفردات وليه خصائص لعبته خلينا نبقى واقعين ان دايما اي مجلس ادارة وده اللي ما يميز ما احترامي الجميع الاندية في مصر او خارج مصر ده اللي بيميز مجلس ادارة النادي الاهلي ان هو دايما اي مجلس او اي رئيس بيبقى موجود هو عارف سياسة النادي الاهلي نظبوط نفس المبادئ عارف نفس السيستم نفس المبدأ ده انا شفته مع كابتل حسين حمدي وبعد كده شفته مع كابتل الخطيب اللي هو نفس النهج ماشي ان هو ازاي بيوفر مكاومات البطولة ودايما بتكلم عن مكاومات البطولة مش افراد لعيبة ولا حتى لا بتبقى سياسة نادي سياسة نادي ان هو بيوفر لعيبة كواليتي لعيبة يقدر يعمل قوضة لبس تقدر تساعد على البطولة وده اللي احنا كنا ناجحين فيه الفترة بتاعتنا عشان كده دايما داخل نادي الاهلي هتلاقي حضرك بتقول جيل بيسلم جيل زي ما جيل بيسلم جيل في اللعيبة جيل بيسلم جيل في الادارة زي ما كابتن حسن حمدي زي ما بحضرك قوير إدارية النهاية تقدر تقود سفينة النادي الاهلي بعد كده فدي سياسة مجلس دورة النادي الاهلي عشان كده فيه ناجحات لكن الجيل بتاعنا كان أبرز حاجة فيه ولده اللي داخل قوضة اي لبس الجامعية في الأداء مفيش نجم داخل قوضة لبس النادي الاهلي مفيش نجم النجم الفرقة ودايما كان المجلس بيبلغ اي جهاز فني بيتولى المسؤولية ده ان النجم الفرقة هتلاقي في النادي الاهلي مفيش نجم او حاج الفرقة هي النجم عشان كده وكان من أبرز الفترة اللي احنا كنا فيها ويمكن الناس شهدت ولامة سده كان محمد ابو تريك بس في طريقة التدريب وفي طريقة حبط التشكيل وفي طريقة المعاملة هتلاقي الراجل المسترماني وما بيميز محمد ابو تريك هو عنده جماعية في الأداء زي ما بياخد موقف مع محمد ابو تريك هتلاقي بياخد موقف مع أظهر لعف الفرقة أظهر لعف الفرقة بياخد موقف مع محمد ابو تريك فكان ده بيدينا احنا كلنا كفرقة إزاي كان هو بيعامل مع ابو تريك كده بيعامل مع بركات كده بيعامل مع ميتعب كده لا يبقى اللعيبة كلها بيوصل لها بسهل وده أكبر دريقة على الأهلي بمنحضر دايما نحنا بنتكلم على فعلا أنه ما بيفرقش ما بين نجم ما بين يعني مع أي حد في صوف الفريق فعلا الأهلي بمنحضر طول الوقت خلينا بقى بذكر البطولات الإفريقية وصعوبتها داخلين على تحدي ومباراة همى جدا أمام سيدمال تنزاني خلاص يعني أيام قليلة جدا بتفصلنا عن المباراة دي أسبوع تحديدا يوم الجمعة المقبل النادي الأهلي لو هنتكلم كأداء وكنتائج في الفترة الأخيرة يمكن الجمهور مش راضي بالشكل الكبير على الرغم من أننا طبعا نحن حقيقين كاس مصر أمام الزمالك في يوم 8 مارس يعني في بداية الشهر الجاري ولكن بعدها يمكن كان فيه أداء ما كانش كل الجمهور راضي عنه وده يمكن مقلق بعض الجمهور من مباراة سيمبا تنزاني خاصة أن دايما المباراة والأدوار اللي احنا فيها دي في البطولة الإفريقية بيبقى ليها ظروف خاصة جدا طبعا ولكن برضو خلينا نتكلم يا كابتن نحن النادي الأهلي دايما متعود على الأدوار دي على الأداء ده وعلى أنه يكسب كمان في الأدوار دي ولكن الحقيقة بذكر المباراة ما بين نادي الأهلي وما بين سيمبا الحقيقة صعبة قوي أن نحن نحكم على المباراة المقبلة فأنت شايفها إزاي أكيد دي فعلا كانت نقطة مهمة وده يمكن دي اللي كانت مقلقة يعني قاعدة كبيرة من جماهير النادي الأهلي لكن دايما النادي الأهلي وفرقة النادي الأهلي المقاومات اللي بتكلم عليها أنه بيقدر يفصل كويس بيقدر يفصل حتى من بطولة وبطولة بالمباراة ومباراة مش هنقول مثلا يعني هو دايما النادي الأهلي المكسب بيجيب مكسب حتى لو فيه لقدر الله خسارة زي الأخيرة ما بيحطش دماغ فيها بيبدأ بيدي له دافع يعني مع العيبة النادي الأهلي ده بيدي له دافع بشكل كبير وده يعني عايزين نتكلم على المباراة أخيرة أو ده لأن الرجل غير كتير في التشكيل يعني مش مستحب نشايفين دلوقتي معنا شاشة كافة نهوك وليس مباراة للأهلي والأطني كبيروني وحنا نتكلم طبعا طبعا فلاش باك عمل يا هون الأيام الحلوة طيب ده باتش الأهلي والأطني الكاميروني اللي كان في 2008 اللي احنا شايفين لقطات منه ده فعلا ده كانت بطولة كبيرة كانت بطولة كبيرة وزي ما قلت لحضراتكم تلاقي كل اللعيبة مركزة حتى بشكل كبير جدا في المباراة لا كان الفرقة في حالة جيدة دايما النادي الأهلي هو في حالته خلاص بتلاقي كل اللعيبة مركزة بشكل كبير ودي ما يميز لعيبة النادي الأهلي بتقعد تتفرج على اللقطات اللي زي دي وغيرها البطرة اللي انت قدت فيها متقلق مع النادي الأهلي والذكريات الحلوة والمتشاط الحلوة لا أحسن أيام لا أحسن أيام ومواقفها ما بتتنسيش مواقفها ما بتتنسيش ودتني حتى كمان دروس فيما بعد في الاحتراف يعني حتة ان أنا بنتقل من نادي لنادي خلاص أنا بعندي مكوامات البطولة فبتنقل ده القضة لبس أي نادي أنا كنت ما موجود فيه حتة تقبل حتى التعادل ما عندناش حاجة سماعة تعادل يعني حتة ان انت تتعادل المباراة ده مش موجود صارة بالنسبة لنا وكانت ثقافة تقلب الصفحة بعد كل انتصار حاضرة معك لا طبعا ما فيش وقت نحتفل لا ما فيش وقت انت خلصت مثلا مباراة في دور 16 في أفريقيا مثلا بتنزل تلعب مصري في بورسعيد بتنزل تلعب إسماعيل في إسماعيلية مارشات كانت صعبة جدا تنزل تلعب زمالك والفترة احنا كنا فيها كانت حوالي بتتكلم في 12-13 فرقة جمدين جدا يعني كان إم بي إسماعيلي المصري الاتحاد كان حتى كوام الفرقة دي فرقة جمدة جدا ايه اللي حصل فبقت يعني على الآل تلتين الأسماء اللي انت زكرتها يكادوا يكونوا مش موجودين ايه اللي حصل بقى الفرقة الجماهيرية فرقة الشعبية للأسف يعني أكتر الأندية دي اهتزت إداريا اهتزت اللي حصل فيها خلل إداري زائد إن الناس ما بتشتغلش على قطعات كبيرة جدا من اللعيبة عشان كده المواهب في مصر قلت نراحل موضوع كله لحتة السسمارية إن الأندية دي بقت شغالة شغل السسماري بتتفاجئ إن فيه أندية كبيرة وعريقة بتبيع قطعات النشئين بتاعتها بتطلحها السسماري أتفاجئ إن مثلا فلاني الفلاني خد قطع مثلا نادي كذا بقى قلب السسماري فدلوقتي بتتكلم في قوالة اللعيبة ما عندكش القطعات النشئين ودايما أغلب قطعات النشئين في مصر هي اللي كانت مقاوية الفريق الأول إن المقاولين بيعتمد على النشئين الإنبي بيعتمد على النشئين الأهلي بيعتمد على النشئين أكيد أنت متضرر من الحكاية دي أكتر من غيرك لأن أنت شخصيا ابن نادي من الأندية الجماهيرية الشعبية الكبيرة اللي كان لي شن ورنى في وقت من الأولى طبعا وده أسوأ حاجة ممكن تلاقيها دلوقتي إن يقول لك مثلا النادي إحنا خلاص إحنا أولاد أعضاء اللي بيلعب في النادي ده ابن العضو طب ما دلوقتي أولاد العضاء مش هما اللعبة اللي كنا بنلعب في الشارع مش هما اللعبة اللي مثلا المحترامين مش لقى يتاكل أو معهاش فلوس إن هي تقدر تدفع حتى اشتراك للنادي أو 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 مش شرط يكون عنده الموهبة يعني مش شرط يكون ابن العضو عنده نفس الموهبة اللي موجودة عند أي حد تلك؟ أنا ده بيديني مؤشر على طول دايما إن أنت كده شغل انتخابات أو شغل مجلس إدارة هو لسه لغاية دلوقتي في حد فيما يتعلق بمسألة السكاوتينج يعني لسه في حد بيروح يدور على لعيبة الشوارع كشفين الحريفة بتوع الحواري والدورات الرمضانية بتاعة الزمان بالمقاييس بتاعة الزمان ولا الوضع ده اختلف دلوقتي؟ لا الوضع ده موجود ومصر فيها مواهب كتير جدا طبعا بس بيختاروا السكاة السهلة يعني أنا شخصيا ما بقيتش بشوف كورة بتطلع في الشوارع زي زمان لا ممكن حتة الأكاديميات والأندية اللي هي بقت استثمارية وتعال أنا هلعب ابنك دوري وديني عشر تلاف جنيه وديني خمساشر ألف جنيه فهو بيروح لولي الأمر في الحتة دي فابني هيلعب دوري فيلاقي نفسه السنة الجاية ما حققاش حاجة فبقى لب كلها حتة استثمارية عشان كده أنا بتكلم يمكن أنا من سنتين أو من ثلاث سنين يعني سريعا كده موقف كنت معدي بعربيتي في الشارع في حتة شعبية يعني لأن أنا أصلا من الدخيل يعني ففي حتة شعبية أنا معدي فبتفرج على ولاد في الشارع فلاقيت الولد لابس تشارة الزمالك وبيلعب في الشارع والله يا سلام كريم كده عمال يقلب في الولاد في الشارع وبيلعب حافية مش لابس حاجة في رجل هو لفت نظري فلانتراكنا العربية وقفتت فرج عليه بتاعة خمس دقايق لقيته صغير كده وهو مسك لعبة كبيرة وعمال يقلب فيه وبيلعب على أسفل وحافي هو حافي المهم جيبته طلع عواد اسمه عبد الله ومن جنبي من الدخيلها من جنبي وقلت له تعالى عبد الله وديته الأكاديمية عندي قعد معي شهرين في الأكاديمية وبعد كده وديته الأولمبي فالظروف في الأولمبي قالوا لي أن إحنا شغلين أكتر على أولاد الأعضاء وقلت لهم بعد إذنكو خدوه ولو وحش مشهوه يعني هو لو مش كويسه مشهوه ومم جبت له جزمة ووديته النادي دلوقتي عبد الله الموليد 2007 بيتحط وبيتحط الفرق عليه وده نموذج واحد ده نموذج واحد وفيه ملايين وأنا يعني أنا بس عايزه في يوم الأيام اللي هو يفتكر موقف شبه ده ونفسي أن كل الناس تبقى كده يعني مش شرط أنا فيه ناس ما تقدرش تدفع اشتراك بس عندها مواقع كبيرة جدا فيه ناس ما تقدرش تدفع مواصلات نهاية تقدر تجيلي مثلا من مكان مثلا في الكورة أو في حتة نهاية تجيلي مثلا سكندرات ده على مستوى العالم كله كابتن يعني معظم اللعيبة اللي هم أحرف كعبين على مستوى العالم وعبر التاريخ هم اللعيبة اللي عانوا كتير وكانت ظروفهم من الاقتصادية والمادية ما يعلم بيها لربنا هم دول اللي طالع منهم حد زي رونديني أبرزه محمد صلاح أبرزه محمد صلاح لو هتشوف قصة كفاح محمد صلاح هتشوف انه هو طالع من كده طبعا انت شخصيا كتخل فيه طلوعك كتعامله ازاي أنا دايما يعني أنا ممكن أسرة الحلة كانت متيسرة شوي بس أنا كنت واخد المسؤولية من وانا صغير جدا وكان الحمد لله يمكن ده الوالد اللي يرحمه ومع والدتي طبعا اللي كانوا دايما مسنديني في حتة وانا صغير كان ده ما يأخذ عليه يعني ان دايما مامته بابا معاه على طول فكان الإيمان من الأهل بيبقى مهم جدا في اللحظات دي خاصة أن فيه داس كتير يتقول لك لا يلعب كرة ايه ده لازم يشوف له وظيفة فصل دي حاجة مش مضمونة دايما العقليات العائلات المصرية يقول لك لا احنا ده يطلع دكتور مهندس زابط يعني دايما يعان لا بس برضو بس الناس عايزة الرزق بشكل كبير جدا يعني يقول لك لا احنا ندمن لابننا وظيفة أحسن من الملعب كور خلينا وقعين ان في مثلا اولاء امور او ناس ممكن عندها معاناة شوية طبعا ان هما مش قادرين يصرفوا على ولادهم انه مش قادرين حتى يدي له مصروف ان هو يسافر مثلا يصنعين ان ولادهم هما اللي يساعدوهم أصلا يساعدوهم لا وناشئة اي لاعب كمان يا كابتن بتحتاج مصاريف كتير ما بيبقاش متوفر عندهم الدعم ده بشكل كبير حتت كمان برضو حتت كان اكتشاف المواهب دي دي اللي كانت مهمة جدا مصراحة وفيه عينين لكن لما بيروح النادي بيواجه ظروف صعبة بيواجه ظروف صعبة نقف احنا عند الظروف الصعبة دي ونخطف نفسنا سريعا نطلع فاصل ونرجع نكمل ان شاء الله بإذن الله بإرجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين سهرتنا الرمضانية في الأهلي في رمضان نورنا مشرفنا نجمنا طبعا كابتن أحمد عادل ولسه بنتكلم معاه في حديث كثيرة بتخص أكيد ذكريات النادي الأهلي في رمضان بطولات الإفريقية وخلينا نرجع تاني يا كابتن أحمد لمباراة سيمبا التنزاني فرص النادي الأهلي في الفوز بهذه المباراة وكمان فترة التوقف شفتها ازاي وازاي ده هينعكس على الفرقة في مباراة سيمبا يمكن أكيد ما فيه شك أنه بيدي أفضلية أن حتى الناس المصابة أنها ترجع من الإصابات تاني في الفترة الأخيرة أتمنى النهاردة في مباراة المنتخب أن إصابة حتى أمام عشور هل سيكون منتكلم أو طبعا أو في إيرب نتمنى له كل الشفاء وأنه هو يعود لصفوف الفريق مش وقته أبدا مش وقته أبدا مش وقته أبدا مش وقته أمام خالص أنه يتصاب لأن إمام حتى كمان عنصر من عاصر مهمة سواء مع نادي الأهلي أو مع منتخب مصر من عناصر مهمة اللي دايما بيعتمد عليه بشكل أساسي بيعتمد عليه بشكل كبير أنه يبقى أضاف حتى الخط لهجوم لكن أتمنى أن بعض اللعبة الأخرى زي رضا سليم أنه ماشي بشكل كويس الفترة الأخيرة إن شاء الله عودة وسامة أبو علي برضو تبقى أضافة للتشكيل الأساسي بعد ظهوره بشكل جيد هل شايفين الحقيقة تفاصيل إصابة يمكن إمام أصيب في أول 30 ديئة من مباراة مصر ونيوزيلاندا والحقيقة أكيد إحنا في انتظار يعني التقريب الطبي الوافي من طبيب المنتخب طبعا دكتور محمد أبو العيلة إن شاء الله نتطمن عليه يا رب بصورة طالع يعني أنه كنت بقدردش في الفاصل معاك كنت نحمد على التفصيل أنه خارج بيبكي فدي في حد ذات فممكن تبقى مؤشر لحجم الإصابة أكيد مفيش شك إصابة قوية جدا وهنا حتة البكاء حتى بتاعه ممكن من الوجع أو أن هي هتطول معاه شوية طبعا ده هنا زي ما شفنا مثلا محمد صلاح في نهاي دوري أبطال أفريقيا مع رائل مدريد حتة البكاء مش على الإصابة أو على الوجع لكن هو حاسس أن هي إصابة هتقعده شهر ونص أن هو ما يشاركش في البحديات اللي جاي وقصوصا كمان اللعب هنا بيبقى صعبان عليه أن أنا في أحسن حالتي طبعا وماشي بشكل كويس سواء مع النادي الأهلي أو مع المنتخب وهقعد مثلا يعني حسب لأن إصابة الكتفة بتقعد من شهر ونص لشهري طبعا فصعبة جدا قبل ما تنضم لنا يا كابتن طبعا اتفرجت على الشوت الأول من المباراة مصر ونيوزيلندا أول اختبار للقيادة الفنية الجديدة بقيادة طبعا كابتن حسام حسن وإبراهيم حسن يعني قلنا كده شايف الصورة إزاي شايف كل العناصر اللي شاركت تشكيل الفرقة الطريقة اللي بيلعب بيها المنتخب أكيد مش هنقدر نحكم من المباراة دي ولكن كانت مهمة برضو أن احنا نشوف شكل أو قوام المنتخب في مباراة ودية أمام منتخب نيوزيلندا أكيد من منتخب نيوزيلندا أكيد مباراة كوية أكيد مباراة كوية أكيد برضو محتوط ضغط كابتن حسن حسن في أول مباراة أنه كل الناس مستنية بشكل المنتخب يعني عامل ازاي وبالذات الناس المتربصة طبعا طبعا وخصوصا أنا دايما كنت بتكلم في الفترة الأخيرة مهمة جدا خلص طول لكابتن حسن بجهازه المعاون كل الدعم لازم يبقى ليه سوما رادي عنده دعم أكتر من الطرف بندعم الغريب وندعم الأجانب لكن لما بنشوف منتخبات وطنية زي ما دايما بشوف داني المفروض يكون عليه الحال بس خلي بالك دي برضو من ضمن المتغيرات أنا آسف المتغيرات اللي كلنا لمسناها في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالمنتخب يعني بقيت دلوقتي تشوف أن فيه جمهور نادي معين بيشجع لعبته اللي مشاركين في المنتخب على حساب الباقي ويهمش من الباقي أو يقلل من الآخرين يعني الانتماء للأندية شيء لطيف لك لما نيجي نتكلم على منتخب الموضوع دلوقتي ما بيجتمعش عليه جمهور مصري المنتخب دلوقتي بقى حتة عنصرية بتوع الأهلي بيحبوا يشجعوا المنتخب بشخصات الأهلي لزا مالك نفس بس ده حصل مؤخرا يا كابتن ده ما كانش موجود في السنوات المضايق الزهارة دي بقى لها أربع خمس سنين آه مزبوط بقى لها أربع خمس سنين وقتك انتا ما كانش في حاجة اسمها لا ما فيش ما فيش الكلام ده خالص وده كان بيبهم في المدرجات كان بيبهم في المدرجات ان كل الجماهير راح وراء المنتخب لما كان بيحصل مباراة ودية كانت كل الجماهير بتروح للمنتخب بيحصل تدريبات كل الجماهير بتروح للمنتخب تتفرج على المنتخب فمهمة جدا حتة ده برضو دور الإعلام دور الإعلام ان يخلي كل الجماهير المصرية تتكاتف وراء منتخب مصر وخصوصا مع كابتن حسام حاسم خلاص بقى مدرب وطني لازم يبقى انتماء حتى من الجماهير للعيبة من انتماء حتى للمدير الفني لمساعدة وخصوصا أنا بشوف كابتن حسام دايما وكابتن إبراهيم عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة جدا هما بالأخص فدي هتضيف وهتدي أول حتى المنتخب مصر فنا بنقول النهاردة بنأمل النهاردة انطلاقة عودة الجماهير لأنه طبعا كان متحدد 30 ألف لحضور المباراة دي فأكيد كنا بنأمل أنه يكون الجماهير في ظهر القيادة الفنية الجديدة في ظهر منتخب مصر وكمان عايزيني يا كابتن نشوف نتائج لأن نتائج بتفرق جدا مع الجمهور انت برضو كان وجود الجمهور في المدرجات كان متعلق بالنتائج الأخيرة اللي كانت موجودة للمنتخب بس بقالنا سنين ما شفناش نتائج طبعا تخلي الجمهور يعني يرتبط بمنتخب زي ما كان مرتبط بيقبل كده وبيشجعوا بالشكل ده اعتقد أن الأهم من الأداء النهاردة هي النتيجة طبعا مع أمام نيوزولندا مهم أن انت تكسب ده هيديك ساكة كبيرة جدا هيدي الجمهور ثقة فيك هيدي ثقة لكابتن حسام وخصوصا أنا ما شفت الشيط الأولاني لا في فرض الأسلوب اللاعب في شخصية المنتخب مصر في تنوى حتى في الأداء يعني النتيجة هي المقياس مش الأداء لأن في ناس كتيرا مستنية تشوف أداء المنتخب هيختلف إلى أي درجة مع كابتن حسام حسن بغض النظر على النتيجة أنا كنت متخيل أن العكس هو الأهم ممكن لو هنقدي بأداء ونتيجة أعتقد أن هتبقى سلبياتها أكتر من إيجابياتها أعتقد أن النتيجة ممكن أداء ممكن مش أحسن حاجة لأن الناس هتبقى مقدرة أن الرجل لسه شغال بقى له مثلا شهر مع المنتخب فاللعب ما قدرتش تستوعب الشغل بتاعه لكن النتيجة هتدي سكة كبيرة لأن الخسارة في حد ذاتها بتأثر بالسلب على معنويات الفرقة لا واحد مش نصير مش نصير معنويات سلبية بطولة كأس العاصمة الحقيقة وظروفها وافتتاح أستاذ مصر على العاصمة الإدارية الجديدة أكيد شيء مشرف للكرة المصرية وكل القائمين على العاصمة الإدارية الجديدة بنية تحتها محترمة جدا شفنا الحقيقة أستاذ مصر بيليق بالكرة المصرية وباستضافة كمان البطولات الرسمية والمهمة سواء بطولة كأس العاصمة وكمان البطولات اللي جاية والمحافل اللي هتكون موجودة على أرض مصر أكيد شيء بيعكس نتيجة أو بيعكس فكرة المجهود اللي بيبذله يعني الحقيقة قطاع عريض جدا من الدولة المصرية استاد بنية بقية مصرية أصيلة خالصة فحاجة مشرفة جدا وكمان فكرة البطولة شيء مشرف جدا خاصة أن هي انتقلت من الإمارات لمصر فكان كمان فرصة بالنسبة للمنتخب فعايزة أعرف رأيك أكتر عن فكرة البطولة وعن استاد مصر وعن العاصمة الإدارية وأكيد هنصديف بقى بطولات كتير خلال الفترة اللي جاي على أرض هذا الاستاد طبعا دي حاجة تشرف الكرة المصرية حاجة تشرف الدولة المصرية واللي كنت بناشد به الفترة الأخيرة أن مبارع بين أهلي والزمالك في نهاية كاس لازم تكون في استاد العاصمة في استاد العاصمة الإدارية كنت ستبقى حاجة محفل كبير جدا للصناعة المصرية والتطاول مخير تجيب للأستاد نفسه طبعا هتبقى إنجاز كبير جدا حتى بين مبارع بين أهلي وزمالك والنهائي يحصل هنا في أستاذ العاصمة لكن أعتقد أن المصابقة كامل عند كامل فوائده وأن البطولة تتلغي وفاتيجي لأستاذ العاصمة وأن أنت كمان بتدفع بـ 30 ألف متفرج لا يعني سواء على مستوى التأمين على مستوى ده بيدي سكة كبيرة جدا للمسؤولين عن الكرة في مصر أن أنت تزود عدد الجماهير أكيد أستاذ العاصمة يعني صرح كبير جدا داخل مصر وده بيدي انتباع أن لا الدورة المصرية جاية الدورة المصرية فيها إنجازات جاية سواء في مستوى الرياضة أو في مستوى الصناعة أو مستوى حتى بالنسبة للبنية التحتية الرياضية بصفة رصة صحنا يعني بنتكلم عنها بأن شهور أن ابتدت كمان تؤتي ثمارها بالنسبة للبطولات الكبيرة اللي مصر بقت بتنظمها وكل المشاركين فيها بيرجعوا بلادهم بيوشيدوا باللي هم شافوه على فكرة فيه كمان أستاذ هيئة خناة السويس هو كمان برضو هيظهر للنور بكامل رونقه الفترة اللي جاية إن شاء الله يعني أستاذ مصر مش هو الأستاذ الوحيد تعال بقى ناخدك من أستاذ مصر ومن الزمن اللي احنا فيه لزمان شوية ونرجع بيك للدخيلة تحديداً واسكندرية ورمضان والدورات الرمضانية أيام الحلواني من أحسن أحسن أيام يعني أحسن أيام ويمكن يمكن لحد من سنتين ثلاثة أنا كنت بلعب يعني كنت بلعب دغاية وقتها كرة الشراب كرة الشراب في الورديان لها لسه موجودة كرة شراب في الورديان لا موجودة موجودة أنا كنت لسه في افتتاح قريب كده أو في افتتاح دورة كرة شراب واسفلت موضوع لا لسه السحاب الشعبية كرة شراب موجودة بمعنى كده في حريفة هيظهر قريب لا بس هادئواتي ما بقتش كرة شراب هادئواتي بقت شكرتون اللي هي الشكرتون اللي هو بتاع الكهرباء ده وساعات بيبقى اللي هي البوليتيكس اللي هي الحبل بيلعبوا بيها لحد دلوقتي بيلعبوا بيها وبيلعبوا على الأسفل واللي هي وما فيش قاوت وتغبط في الرصيف وتاخدها تاني لا كل دي أنا متعتي في أن أنا بروح الأماكن دي يعني من أشهر الدورات حتى كمان في اسكندريان اللي هي الفلكي اللي هي اللي في حضرة ببعض الدورات هتلاقي في الورديان هتلاقي في بحري أنا بروح في المنشية أنا بروح مع مثلا لقرب الناس ليا ريعوا في المنشية فبنزلوا على طول آه بنزلوا منشية آه طبعا فإحنا طلعنا من هنا يعني طلعنا من المناطق الشعبية فلعبنا دا والاسكندرانية بيتنفسوا كرة قدم طبعا حقيقي طبعا طبعا أخصهم الجماهير للتحاد السكندران اللي بيختلف لعب كرة القدم يا كابتن رمضان وخارج رمضان دايما إحنا عارفين بيبقى فيه زروف مختلفة وأعداد بدني مختلف مش بنتكلم بقى طبعا على اللعب الشارع ولكن بنتكلم على اللعب الاحترافي خاصة أن احنا شفنا أكيد طبعا يعني واقعة قليمة بالنسبة لنا كلنا كابتن أحمد رفعت فيه أول الشهر الكريم فناس كتير رابطت ما بين الحادث دا وما بين فكرة الصيام أكيد بيبقى ظروف مختلفة فكرة اللعب في رمضان فكرة نظام الأكل نفسه لأن احنا دايما عارفين الصيام بيختلف والفطار بيختلف الناس كتير بالتقل في الأكل بس بالنسبة لعيبة دا ما بيبقاش مستحب فأكيد بيبقى مختلف فكرة المجهود البدني أو التنظيم البدني بالنسبة لللاعب في رمضان عن غير رمضان طبعا يمكن أنا بيخلاح حضراتكم وذكرتي شيء مهم جدا أنا وأحمد رفعت أحمد رفعت اللي بتمنى له يمكن أنا كنت موجود في المباراة في الاستام وفي رفعت كان من قدامي لحظة مؤلمة وصعبة جدا كان من قدامي وهو كان بقاله فترة راجع من الإصابة وفعلا ممكن ما يبانش في الكاميرا إن هو ضرب كذا مشوار ممكن ما يبانش في الكاميرا الاسبوت عليه لكن هو بازل كذا مشوار ولسه راجع من الإصابة لكن حتة تغير الأكل وحتة أغلبية اللعيبة بتتعود إن هي بعد الأكل فبتشرب قهوة بتشرب أي حاجة فممكن دا اللي يكون أثر عليه بعد شيء في الصحة أو في عدد ضربات القلب لأن رفعت حتى لما وقع كمان فصل نفسه وفصل كل حاجة وأكيد الشفاء العاجل يا رب هو وكل العبادت المصابة وبالمناسبة برضو عزيز نطب من حضراتكم يعني الطبيب أكد إن الحمد لله طبيب المنتخب أكد إن مصطفى شبير سليم الحمد لله وفيما يتعلق بمسألة كمام عشور لكل النساء بنتكلم عنها من شوية حاليا بقى بيعمل الأشعات المطلوبة ويا رب خير يعني إن شاء الله يا رب خير فلا هي فعلا حتة تغير حتة الصيام حتى كمان أول يوم رمضان لسه الجسم مش متعود على تغير الأكل وإن أنت تصوم بعد كده ممكن تشرب قهوة بعد الأكل فالموضوع كان ملغبط شوية لكن الحمد لله إن إحنا ده وقت يتطممنا على رفعت وإن نرجع التنفسه بشكل طبيعي إن شاء الله إن شاء الله ويقوم بالسلامة ونتطمنا عليه كلنا طبعا أتمنى إن اللعبات يعني تقدر تحافظ على نفسها أكتر من كده ده اللي أنا بتمنى لأنه وردتها النهار دا كفا حبي بي ربنا طبعا تبسطنا جدا وذكرياتك مع رمضان الحقيقة مختلفة وإحنا يعني اتبسطنا بها جدا كابتن نورتنا وشرفتنا في الأهلي في رمضان دايما وأنا بسعد معاكم في قناة الأهلي بل أحضر وأنت بالصحة والسلامة وأكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدي خناة الأهلي في كل مكان على حس المتابعة نشوفكم على خير إن شاء الله بليلة جديدة من ليالي لأهلي في رمضان إلى اللقاء اشتركوا في القناة